انا نعم ما سجلناش مقدمة بس انا زي ما قلت لكم كده الشابترين دول بعد راغي طويل هتتفاجئ انهما خلصوا. تقول لي يا عم اما خلصوا في ايه انت انت مفروض فين الشابتر? وقول لك لا ما هو الكلام اللي انا كنت قوله ده عبارة عن الشابتر او الشابترين دولي. الاول اعلم النفس ده او ده جزء لو احنا طلعنا كده بره التمرين بيدرس نفسية الانسان. خدوا قولكم المجال ده بتعمل فيها ابحاث علمية كتير اول. بس ده زمان. خلاص اه زمان كان بيحصل فيها ابحاث علمية او ابحاث اجتماعية اه كان ممكن مسلا ان يمسكوا ناس معينين يعملوا فيهم تجربة والناس دي ما تعرفش. فيكشفوا حاجة معينة اللي هي علاقة بسايكولوجي الانسان. فيعرفوا ازاي يقدروا يتحكموا في العقل البشري او يتحكموا في نفسية الانسان. هو قال لك بقى اخد بالك احنا جزء السايكولوجي ده عمتنا جزء منه اللي علاقة بين احنا. لازم تفهم ان المتدرب اللي جايه تدرب معه في حاجات كتير بتأثر عليه. في موضوع كتير قوي بتأثر عليه. لازم تعرف ان هو ممكن وهو جاي واحد وزنه تخين مسلا انت واحد وزنه كبير قوي هو عارف ان هو جاي ممكن يبقى عنده مشكلة في في التمرين. عنده مشكلة ان هو مش هيبقى شبه الناس اللي هناك والكلام ده كله. في نفس الوقت الشخص اللي وزنه كبير قوي ده ممكن يبقى مفتاح لك انت ككوتش للتسويق او للتحفيز. يعني ممكن تروح تقول له خد بالك انت وزنك كبير. ممكن اه التمرين ممكن ينزل لك الوزن ده. الدايت ممكن ينزل لك الوزن ده. فبقول لك ده مفتاح. بجانوب ان هو مفتاح ممكن يكون بيقصر عن العميل. ويخليه ممكن يبعد عن التمرين ممكن نفس المفتاح ده يبقى هو المفتاح اللي انت هتاخد العميل من خليله هتخلي يروح يتمر. عشان كده بقول لك دراستسيكولوجي دي او ان ان انت تفهم بتاع الشخص الدقصادك دي حاجة كويس حاجة مهمة. يقول لك حتى هو ان ان انك تفهمها دي حاجة مهمة جدا لانها بتلعب دور في انك تغير من طريق التفكير العميل وتعامل العميل او من سلوك العميل مع نصح. يقول لك كمان ممكن تستغل لها او تستغل العلم بتاعك فيها في انك تحول حياة واحد واحد ما بيتمرنش واحد قاعد للنهار كده في البيت ما بيعملش حاجة الى لواحد بيتمرن واحد عاوز يروح يشتغل ويبقى له هدف معين. فبيقول لك السايكولوجي هو العلم ده من الناس او العلم ده في الساينس هو اللي بيختص هو اللي بياخد المساحة اللي بتركز على الناس بيشتغل على البني ادم. فبيقول لك في حاجات كتير بقى في الميند طريقة التفكير في في الشعور بتاعهم حاجات دي كلها. فهمك للسايكولوجي زي ما قلنا تقدر تخليك تدخل تلعب في تفكير الشخص تحاوله من تفكير سلبي لتفكير ايجابي تلعب في مشاعر الشخص بدل ما بيبقى داخل الجيم وهو عنده مشاعر سلبية تحاولها المشاعر ايجابية بدل ما يكون داخل الجيم وحس ان هو اقل من غيره تعرفه ان هو ممكن مستقبلا يبقى هو زي غيره او يمكن احسن حاجات دي كلها لو انت تعلمت ان انت تتكلم كويس مع العميد وانك تستغل نفسية العميد استغلال صحيح او يعني تستغل الجوانب اللي موجودة عنده وتحسنها اه بشكل صحيح هتوصل للحاجات دي كلها هتوصل انك تعرف تسوق احسن انك تحدد اهداف افضل مع العميد انك تخلي العميد يبص النفسه بص احسن ويبص الحياته كمان بص احسن بس خدوا بالكم الجزء اللي له علاقة بالنفسية ده هتلاقي الموضوع بيفلت منك شوية لجزء له علاقة بالاخصاء النفسي وبالطبيب النفسي يعني مثلا ما تكونش انت قاعد وانت بتحاول تحسن نفسية العميد زي انا بنقول وتتكلم مع العميد وتسوق مع العميد فالعمل يفتح لك قلب ويبدأ يتكلم معاك فيبدأ يدخل بك الموضوع انك عايز تشخص مشكلة عنده عايز تشخص ان هو عنده اطراب اه لأ عايز تشخص ان هو مكتئب عنده اكتئاب عايز تشخص اه ان هو اه عنده اي اطراب زهني او اطراب عقلي قلت لك لأ استنى بقى هنا في اريا فاكرين انتو حت تليسكوب براكتس الدوني بس رقم واحد كده نعرف ان الموضوع دي مليانة راغي فمش هتلاقوا اتفاعل كتير بس الدوني رقم واحد حاسسون انتو فايقين او بتسمعوا معايا خدوا بالكم الموضوع ده اي نعمة مليانة راغي بس هي اساس اساس في التسويق واساس في الليلة دي كلها اركزوا معايا انت هتكون بتكلم مع العميد العميد هيبدأ يديك بعض المشاعر السيئة او ممكن يقول لك اللي هو مسلا انا ما بعرفش نام من كتر مش عارف ايه انا باخد ادوية انا رحلت المرضية اللي مؤثر معايا كلام ده كله جميل او انك تتكلم معاه فيه بس قوع مسلا تقول له ايه اللي عندك ده اكتئاب اللي عندك ده كذا اللي عندك لأ هنا بيبقى شغلانة معالج نفسي او طبيب نفسي فانت ما تدخلش في الاريا دي خلص انت كل اللي انت عاوزه ازاي من خلال العلم ده تقدر توصل انك تحسن في الجزء الخاص بيك انت كمدرب شخصي الجزء الخاص بالتمرين خلاص طيب اول حاجة عندنا اللي احنا ممكن نستغل من خلالها السايكولوجي او العلم اللي له علاقة بعلم النفس هو التحفيز التحفيز ده معناه ايه موتيفيشن او معناه التحفيز معناه انا بحط يعني بحط دماغ العميل نحية هدف معين او حاجة معينة وابدأ ازود شدته اللي هو بيسعى بيها نحية الهدف ده ابدأ اوجه العميل نحية هدف معين وابدأ ازود شدة العمل بتاعه او شدة التوجه بتاعه للعمل ده عميل مسلا بيفكر تفكيرا ما هو بيتمر بس مش متحفز قوي للتمليل خلاص يبقى انا هدفي كده لما يعمل له موتيفيشن ان انا عاوز يتمرن وعاوز شد يعني شد التوجه ناحية التمرين ده يزيد بدلا ما بيتمرن والتمرين بالنسبة له حاجة مش اولوية مسلا لا عايز احفزه اكتر يبدأ يتمرن اكتر عايز احط له هدف آآ ويمشي على الهدف ده وماشي عليه بخطة الحاجات دي كلها ده اسمه موتيفيشن يبقى انا هستغل لمبدأ كده من مبادئ السايكولوجي اسمه التحفيز ان انا امسك الشخص ده وابدأ احفزه بمعنى بيقولك مثلا في واحد ممكن يبقى عنده واحد عنده يعني آآ هذا يعني عنده رغبة شديدة جدا ان هو يخسر وزن الرغبة الشديدة دي اللي عنده انت بقى المفروض من خلال التحفيز انك تحفزه من خلال الرغبة اللي عنده دي تاخد الرغبة دي وتوجيها وتحفزه ان هو يعمل تمرين ويعمل ضايت خلاص يبقى انا كده عرفت في دماغي الرغبة اللي عند الشخص بابدأ اخدها بس ووجهها التوجيه الصحيح وابدأ ازود توجهه ناحية الحاجة اللي هو هيعملها دي عايز تخسر وزن آآ والله يبص ابدأ اديله بقى شوية معلومات ده التمرين ممكن يعمل لنا كزا وكزا وكزا يحرق لنا ويعمل فينا ويخلي فينا والضايت ممكن يعمل كزا احنا لو قطعنا شوية صعرات هيبدأ يحصل في جسمك كزا وابدأ اتديله شوية معلومات وابدأ احفزه يلا بينا انا كده بعمل حاجة اسمها ببدأ احفز الشخص اللي اصابي بس في حاجة لازم تاخد بالك منها في حاجة اسمها يعني ايه الحالة المادية او الحالة الاجتماعية بتاعت العميلة البيئة اللي حواليه كده ليها بيئة اجتماعية وبيئة اقتصادية انت عارف العميل ده امكانياته الاقتصادية او الفلوس اللي معاه اخرها ايه وامكانياته كمان كشغل وكمجتمع اخرها ايه فما تحاولش يكون تحفيزك كله من خلال كلام بيحط عليه عبقى اصلا ان هو يتغلب على الكلام ده واحد معهوش فلوس كفاءة تقول له ايه على فكرة احنا ممكن نعمل كزا من خلال مكملاته من خلال المنتجات الفلانية والادوية الفلانية والتمرين اللي هو في الجيم اللي بيدي عندك بعشرين تلاتين اربعين كيلو لك ايه انت انت كينك بتقفلها في وش انت كمش بتحفزني انت بتقول لي كل حاجة صعبة انا مقدرش اصلا نعمل اي حاجة ما في حاجات اللي انت بتقول ها دي فبقولك لازم قدر الامكان تراعي ان فيه اختلافات في الحياة الاجتماعية بتكون كل محفزاتك او الحاجات اللي هتعمل بها للشخص ده في النطاق اللي هو يقدر يعمله النطاق اللي هو يقدر يستحمله طب ده الناس اللي انت ممكن تحفزه اللي عندهم حاجة اسمها ان انت هتحفزه فيه ناس ثانية بيبقى اسمها او اللي هو بنشير اليها بكلمة ناس من الاخر كده ما عندهمش اي محفز ان هم يعملوا اي حاجة خالص يعني بيقولك ايه واحد مسلا الدكتور قال له حاول تلعب تمرين رياضي حاول تلعب تمرين رياضي الشخص ده جاي لك يلعب تمرين رياضية على اساس ان هو ايه ان هو علاج يعني هو الراجل قال لي اه الدكتور قال لي ان انا روح اتمرر ده بنسميه ده واحد مش متحفز ده واحد ما عندهش تحفيز اصلا وايه اتمرر بيتمرر لانه علاج فبيقولك لا الشخص ده بيبقى جاي لك كده ومش متحفز انت لازم تلاقي المفاتيح زي ما قلت لك من شوية تلاقي المفتاح اللي تبدأ تدخله من خلاله عشان تبدأ تعمل اللي هو حتى لو الدكتور قال له يا ده احنا صحتنا تحسنت كتير مايفكرش ان هو يبطل تمرين هو متحفز ان هو بقى عنده هدف وعاوز يكمل على التمرين انت ككوتش تبدأ تستغلت كل المعلومات اللي عندك وكل طريقة او او سبيل من سبل التواصل زي اللي اعنا اشرحها كمان شوية عشان تبدأ تحفز الشخص ده طب انت عمال تقول لي حفز الشخص احفز الشخص اعمل له موتيفيشن اديني شوية طرق ايه الطريقة اللي انا ممكن احفز من خلالها الشخص ده في طريقتين الطريقة الاولى حاجة اسمها الاكسترينسيك موتيفيشن او التحفيز الخارجي يعني ايه تحفيز خارجي ناس كتير بتشوف المسابقات المسابقات الناس اللي داخلها دي كلها انت بتوقف تفكر هم داخلين المسابقة لي انت بتقول لي عشان يكسبوا اقولك ايو عن ما يكسبوا ايه هيحصل اه اصل المركز الاول هياخد مثلا ميداليا المركز الاول هياخد كاس المركز الاول هياخد هدية نقدية مش عارف ايه دي حاجة اسمها اكسترينسيك موتيفيشن يقول لك والله انت اعمل كزا لما تعمله هديك الجايزة الفلانية فيها نقطتين مهمين بس نعرفهم فيها اللي هو التحفيز الخارجي ده فيه نقطتين لازم تكون فاهمهم كمدرع عشان ما تقعش الغلطة فيه. تخيل معايا مسلا انت هتحفز ابنك اه او انت مسلا قلت لحد من العائلة ان هو يحفز ابنه عشان يجي يتمره. فقال له ايه? قال له بص انت وزنك مسلا التمانين كيلو. محتاجينك تخص عشرين كيلو. فلو خصيت العشرين كيلو دول? ها مسلا ها هخرجك خروجة حلو. هو يبص ايه اللي انت الراجل ده انت هتستهبل ولا ايه اللي هخرجك خروجة? طيب ما احنا كل شهر ولا كل اسبوعين ولا كل اسبوع من اخرج خروجة حلو. فين الجايزة في كده? لكن انت مسلا قلت له والله يبص انت لو التزمت لمدة شهر واحد انك تروح التمرين تلات مرات في الاسبوع يعني تلات ايام في كل اسبوع لمدة شهر انا هجيب لك جزمة جديدة. اه بيقول لك كده ممكن. كده ممكن يتحفز وقول لك اه اه انا هتزم تلات ايام في تلات ايام في تلات ايام في تلات ايام في تلات ايام الشهر خلص هيجيب للجزمة. فبقول لك لازم المحفز الخارجي يكون بيساوي قيمة العمل. نفس الجايزة اللي هي الجزمة لو قلت الواحد ان هو يقعد يحضر لبطولة سنة عشان بعد السنة دي لما تخلص ان شاء الله ويكسب بالبطولة هجيب لك جزمة. لك يا عمي مش عايز الجزمة مش هماني في حاجة. فبقول لك المحفز الخارجي لازم يكون الجهد اللي هو يعمله او الحاجة اللي انت بتحفزه عشانها قيمة الهدية تكافئها. او قيمة الهدية تحفزه ان هو يعمل كده فعلا. طيب ايه النقطة التانية اللي لازم افهمها في المحفز الخارجي? ان هو مش دائم. فيه مشكلة فيه. ايه هي المشكلة اللي فيه? المشكلة ان انا بمجرد مثلا ملتزم في التمرين تلات ايام في الاسبوع لمدة شهر. اه الشخص ده جاب ليه الجزمة او قداني للهدية اللي انا هعملها. طيب شكرا خلاص. هفتزم ليه بقى ما انا جات للهدية? هكمل ليه? فبيقول لك المحفز الخارجي مشكلته انك لما بيخلص او ان هو لما بتديه للشخص خلاص ما بقاش في حاجة تانية ممكن تعمله الموضوع خلاص. فقال لك ممكن نستغل المحفز الخارجي ده في حاجة. يبقى هو البداية بتاعتنا. ولما يبدأ يدخل معايا التمرين ابدأ احفز عنده حاجة اسمها التحفيز الداخلي. يعني الداخلي ده حاجة ما بتقلص. حاجة بتفضل جوه الشخص. بدلهم علومات مسلا ان التمرين ده مفيد لصحة القلب. لأ انا رحزت ان الشخص ده بيهتم بصحته. فبقول لهم ان الموضوع ده مفيد لصحة القلب. هينزل الدهون. هيخس. هيعمل مع والده كله. ده اسمه محفز داخلي. ببدأ اخلي الشخص يعيش في رحلة. كده في التمرين ان هو انا طول ما انا بتمرن انا صحة كويسة. ربط الاتنين ببعض خلاص. مش هيجي في يوم الايام يقول لك ايه? المحفز خلص. لأ خلص ازاي? انت كل ما بتتمرن. كل ما صحتك تبقى احسن. كل ما انت محافز على صحيفة. عمرها ما هتخلص. فعشان كده بيقول لك اهم حاجة في موضوع الموتيفيشن ده وموضوع التحفيز انك تشغل الانترينسيك موتيفيشن ده. تشغل التحفيز الداخلي. تبدأ تعرف الشخص ده. ايه اكتر حاجة ممكن تكون بتأثر معاك? تبدأ تكتشفها وتطلعها وتخليها المحفزة الاساسي بتاعها. معلومة مني بقى? تعرفوا الحاجات دي ازاي? ممكن واحد يبقى كل مشكلته في الحياة ان هو عنده استرس كتير. عنده ضغط نفسي. طب انت ككوتش اعرفنا ان التمرين ده يعتبر من مضادات اللي اكتئاب الجميلة جدا بيقلل الاسترس. ليه انا مش تغلش عن مقطة دي? اقول له على فكرة انت لو مشكلتك في الحياة موضوع ضغط النفس وكده التمرين ده بيحسن من النفسية جدا ومش عارف ايه. مشكلة واحد حياته الاجتماعية ما عندهش اصحاب ما عندهش كزا كزا. ايه المشكلة ان انا ابدأ اجيبه واشغاله معايا وشوية شوية يدخل في الجروبات وتعرف على الناس وعمل له حاجة اسمها اللي هو المساحة الثالثة. عنده مساحة بيته ومساحة شغله تعال بقى في مساحة الجم. هنبدأ نعمل العلاقات هنا جميلة. احنا واصحاب مع بعض ومش عارف ايه بقى ده المساحة الامنة اللي بيطلع فيها الايه? الزهق اللي عنده. واحد مشكلته الخمول. ما بيعرفش ايه? ما عندهش طاقة. بتقول له لا ده التمرين بيدي طاقة وكزا وكزا وكزا. حاجات دي كلها اسمها هيبقى مرتبط معاك بعد كده في التمرين بسبب حاجة داخلية. حاجة جواه. طيب. زي ما قلنا طبعا المحفزات بتختلف من شخص للتاني. اهو كلام بتاعد زي ما نقلت لكم في اول الفيديو. هتلاقوا كلام كتير بتاعد. كلام قلنا قبل كده. وكلام كل شوية دلوقتي كنا بنقوله يعني وهيبدأ ايه? يتعايد. في واحد المحفز بتاعه زي ما قلنا عايز يبقى شخص صحي وخلاص. واحد تاني عاوز يقلل الاسترس المعليم. واحد المحفز بتاعه شوفه شوفه الموضوع ممكن يبقى خافي ازاي? من خلال بس الكلام ممكن تطلعه من الشخص. عنده واحد قريبه عنده مرض مزمن معين. وشايف ان المرض المزمن ده مطلع عينه. مريض سكر مسلا من نوع تاني. مريض ضغط ايا كان. فتيجي انت في وسط الكلام تقول له خد بالك ده التمرين بيقلل من الامراض المزمنة. ده بيقلل من مرض كزا. بيقلل من نسبة الاصابة بمرض كزا. بس خلاص. كده كانك نورت جواه لمبة كده اسمها محفز داخلي. ممكن يجي مخصوص عشان خاطر مش عاوز يبقى زي قريبه ده. بس هو ده كل اللي هيبقى في دماغه لما يجي يشتغل معك. طيب. ده بالنسبة للتحفيز. دعنا بقى في نفس الوقت. انتم مركزين معايا ولا لا ادونا رقم واحد. انا قلت لكم المخاضرة النهاردة مليانة راغي. ادونا رقم واحد كده ولون انتم صحيين معايا ولا لا? مين نايم? يا ابتن حسان معانا. مين اللي نايم يا? عايزين نقفش الناس اللي نايمة كده. بيجي لي الناس كتير على فكرة. دخلوا يكلموني يقول لي ايه? انا شاطر جدا. ككدش هو شاطر جدا. وكشغل هو شاطر جدا. بس انا مش عارف هسوق. فانا بقول لك على طرق انت ممكن من خلالها يبقى العميل ده مش هقول لك انت سوقت وخليت العميل يشارك معاك. العميل هيبقى بتاعك انت. مش بتاع اي حد تاني. فلص? فركزوا معايا. والله هو كلام انا عارف ان هو هيبقى مليان راغي بس ركزوا معايا فيه. في حاجة اسمها يعني ايه? المعوقات او الحواجز اللي بين الشخص وبين التمرين. الشخص ده ممكن يبقى عنده حاجز خفي مش مخليه يتمرن. انت ككدش شاطر لازم تكشفه. ولو كشفته وبين وتغلبت على الحاجز ده خلاص العميل ده بقى من اخر كده بقى بتاعك. هيتمرن كل حاجة. ولو اتمرن واختار مدرب شخصي مش هيختار مدرب احسن من المدرب اللي كسر للحاجز ده. ده خلال معايا دلوقتي انت بتتكلم عن واحد مع واحد معين مسلا. قال لك والله بص التمرين ده جميل ومش عارف ايه وانا عارف الفايدة الصحية بتاعته. وعارف والله ان الحياة البقيسة ان الواحد قاعد فيها متمرنش دي حياة وحشة. الا ان انا مش مش يعني مش مش لاقي وقت اتمره. الكلمة دي الوحدها بيانت لك معاوق معاوق اسمه خلاص? ليه كنت دور بقى تعرف هو انت مفيش وقت ليه. عندك مسلا عندك مسؤوليات بالنسبة العيلة مسلا مهتم بالعيلة بقى ومش عارفهم تقدرش تسيبهم. عندك حاجات لا علاقة بالشغل. حاجات اجتماعية معينة. اي بارير من دول او اي معاوق من دول لازم زي ما تقول كده كانك بتشخصه كانك بتعرفه هو ايه? وتبدأ تخلق حل ليه. في معاوق تاني انت ممكن لا تتخيله وهو مش هيقولك عليه. معاوق فزيكا يعني ايه? ممكن يبقى مريض. عنده مرض معين وهو متصور او متخيل ان المرض دايما نعمل التمرين. اعتخيل يبقى واحد مسلا معندوش الثقافة الكافية وشايف ان مرض السكر ده ما ينفعش يتمرن بيه. شايف ان مرض التهاب المفاصل يعني ايه اتمرد من عند التهاب مفاصل مستحيل طبعا ازاي? شايف ان هو عشان جاله اصابة معينة في يوم الايام ما ينفعش يتمرن تاني. دي معاوقات فيزيكا. في معاوقات فيزيكا مش شرط في جسم الشخص. ممكن يبقى مسلا الجيم بينا عن بيته. اقول لك اقل اقرب مكان تدريب بالنسبالي بعيد عن البيت. انت ممكن تلاقي حل للموضوع ده? ممكن اقول له والله لا. انت ممكن تتدرب اونلاين. انا ممكن اعمل لك نظام تمرين حلو في البيت. ممكن نتمرن من غير اصلا ما تجري الجيم. المهم ان انت تتحرك. كلامنا كله. ففي معاوقات كتير. انت هدفك في الموضوع ده كله. موضوع ده. ان انت تكتشف المعاوق بتاع الشخص. طب بعد ما اكتشفه بيقول لك دورك كفتنس انك تعمل يعني ايه? انت المفروض هدفك او دورك كمدرب شخصي انك تساعد العميل يعرف ايه هو المعاوق اللي موجودة عنده. اللي مش هيقدر يتمرن بسببه. وتساعده ان هو يحله. تبدأ تحط معاه خطة معينة. تبدأ تدي له حلول. تبدأ تكشف له طرق ممكن يتمرن من خلالها او ممكن يشترك في التمرين من خلالها ويتغلب بها المعاوقات دي. لو عملت كده العميل ده بقى بتاعك. من ضمن المعاوقات اللي هم نتكلم عنها الطيب اول وقت. الناس يعني غالبا ما بيبقاش عندها وقت الحاجات ومكن تكون الحاجات دي مهمة جدا بالنسبة لها. ممكن ما يكونش عندهم وقت للتمرين. ممكن ما يكونش وقت عندهم آآ ان هما يكلوا بشكل صحيح. مردهمش وقت ان هما يعملوا اكله مش عارف ايفا بيجيبوا اكل وحش. ممكن ما يكونش عندهم وقت ان هما يعودوا مع نفسهم كده يعملوا ستريس ريليف. او انهما يطلعوا من الضغط النفس اللي هما فيه. مردهمش وقت. انت كيةié يبقى دورك هنا ايه? ان ان انت تساعدهم يعملوا للتايم اللي هو حاجة اسمها هتبدأ تبديهم بعض الحلول ان هما ينظموا وقتهم يعملوا جداول لحياتهم بمعنى صح ولازم في وسط ما انت بتساعدهم ينظموا الوقت تقوله ان التمرين يعتبر اولوية بالنسبة له بيقولك ايه بيقولك لازم يساعد الافراد دول ان هما يتحكموا في الوقت بتاعهم عن طريق ان هو يلاقي طرق يعني ايه لازم يساعد يخلي التمرين له اولوية اللي هو مسلا والله انت وقتك عامل ازاي بيقولك انا بصحى الصبح بروح الشغل اه ومش عارف ايه وبخلص شغلي على الساعة كام برجع مش عارف بعض مع الناس شوية او ببقى رايح ورايح حاجة تانية بعد الشغل وبخلص برجع تعبان بنامي قول له طب سوان تعالى نلتب اليوم واحدة واحدة هو مسلا اه انت بتصحى الساعة كام بصحى مسلا الساعة تسعة وشغل لي بيبدأ عشر طب هو مش ممكن نتمرم مسلا قبل الشغل بساعة طب انت الحاجات اللي بعد الشغل من الساعة كام من الساعة كزا كبير مش ممكن نتمرم بعد الشغل طب فيه بريك معين في الشغل في وقت الشغل يكف في وقت التمرين وفيه جن مقرايب منك هكذا انت كل اللي بتعمله بتبدأ تعمل معا جدول كده تبدأ تشوف حياته عاملة ازاي تبدأ تنظم معاك اه جدول الوقت بتاعه وتحط له التمرين على انه اولوية ده حاجة مهمة بالنسبة لك التمرين مش حاجة هيينة ده هيساعدك في كزا وكزا 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 وتقول له على كل حاجة التمرين ممكن يحسنها له في حياته. فبيقول لك مسلا ان هو يروح للتمرين كفيرست اكتيفتي الصبح او بعد الشغل على طول آآ ده ممكن تبقى طريقة من ضمن الطرق اللي تقولها العميل بس خد بالك بقى ده هنحطة انا خدها في الشابطة التاني في الاخر خالص. هقول لك في بعض الحاجات اسمها سيلف مونيتورينج حاجة كده اللي هو العميل بيتابع نفسه. بقول لك ممكن العميل لما يحط التمرين في وقت معايا من اليوم يلاقي تحدي. التمرين ده بنسبة له كأنه تحدي. بيبقى صعب اول ما يعمله. وبيحس بفشل ان هو يتابع التمرين متاعه. وانك لو انت لاحزت حاجة زي دي لازم تبقى كدش شاطر. وتبدأ تغير معاد التمرين. تخليه اولوية زي ما هو. بس تحطه في معاد هو بيبدأ يلتزم فيه من خلاله. فالمعوق الاول زي ما قلنا كده من ضمن المعوقات وهو اللي يعتبر الاهم هو الوقت. المعوق تاني. انت حاطت للعميل او العميل حاطت لنفسه هدف والهدف ده غير واقعي. تخيل العميل جاي لك مسلا عاوز يخس عشرين كيلو في الشهر. مسلا عشرين كيلو في الشهر. في حين ان هو اصلا بيشتغل عشر ساعات في اليوم على مكتب. تخيل قعد عشر ساعات على مكتب وعاوز يخس عشرين كيلو في الشهر. فانت بتقول له ايه يعني او تلاتين كيلو او اربعين كيلو فانت بتقول له الموضوع غير واقعي بالمرة. يعني ما ينفعش. احنا لازم نحط هدف واقعي نوع ما. فبيقول لك او الاهداف الغير واقعية. دي غالبا العميل لما بيقدرش يحققها او يحس ان الطريق اللي هو ماشي فيه. مش بيودي ناحية الهدف بتاعه. بيبدأ يحس باحباط. ويبدأ يقول لك خلاص انا مش هتمرن. انا كل ما تحط هدف بفشل فيه. انا انسان فاشل. فانا مش هتمرن. هو بيبدأ يفكر في كده. فبيقول لك لأ انت لازم مع العميل تحط هدف واقعي. وتقسم نوعين من انواع الاهداف. وركزوا معي في الحتة دي. لان الحاجة دي تبقى حلو خالص. انت بحط له هدف على المدى البعيد. لان الهدف اللي على المدى القصير غالبا يقول لك ايه? ماشي وكيه عملته. طب وبعدين. لأ انت بتحط له هدف على المدى البعيد. والهدف اللي على المدى البعيد ده بتحققه عن طريق بعض الاهداف على المدى القصير. زي ايه? طوله مسلا لله بص احنا عاوزين هنلعب هنلعب مسلا سباق. والسباق ده هيبقى في عدد افراد كتير اوي المسافة طويلة معينة. والسباق ده هيبقى في اليوم الفلاني. عاوزين نطلع من التوب تاني. عاوزين نطلع من اول عشر افراد. عاوزين ما نحقق الهدف ده. ده اسمه الاوتكم جول. الاوتكم جول هو الهدف النهائي. الهدف اللي انا عايز اوصله في الاخر. او مسلا واحد عاوز يخس. فبيقولك بص احنا عاوزين نوصل في النهائي خالص لنسبة دهون في الجسم بتسوي كزا في المية. او عاوزين نخس مسلا ولياكل خمستاشر كيلو دهون. ده الهدف النهائي اللي انا عاوز اوصله. خلال الهدف النهائي ده بقى بحط بعض البروسيس جول اللي هو اهداف عملية. هدف اسناء ما احنا بنوصل للهدف الكبير ده. اللي هو ايه بقى? هنتمرن والله مسلا تلات ايام في الاسبوع آآ وتمرنا هيبدأ في الوقت الفلان من اليوم وينتهي في الوقت الفلان من اليوم وهيبقى في الايام الفلانية من الاسبوع. ونلتزم بالموضوع ده مسلا لمدة اسبوعين او تلاتة او او اربعة. موافق يا عم? يلا بينا موافق. اما يلتزم باول اسبوع نجل راحينا عامل له صح كده على البروسيس جول شوفت اول هدف حققناه. يبقى احنا لما حققنا الهدف اللي عن مدى القصير ده احنا كده هنقدر نوصل للهدف اللي عن مدى البعيد لان ده جزء منه. فيبدأ يتحفز. الله ده انا بحقق هدف قدامهم. لكن لما ترميلوا هدف على مدى سنة قدام او ستة شهور قدام. ومش مقسمه له على اهداف صغيرة يشوفها بعينه ويشوف التقدم بعينه. هيجي بعد شهر شهرين ثلاث شهور ويقول لك شكرا. مش مش عايز اكمل مش متحفز. انا الهدف ده حاس ان انا صعب ان انا اصل. خلي واحد كده امسكه مسلا وهو عايز يخس. عايز يخس عشرين كيلو دهوم. قل له ماشي احنا هدفنا والله في اول شهر مسلا نخس كزا. الشهر اللي بعده نخس كزا. هنوصل مسلا على كزا. او عايزين نلعب مسلا باسلوب تمارين كارديو نلعب مية وخمسين ديال في الاسبوع. عايزين نشوف اول اسبوع كده هنعرف نعملها ولا لا. يلا يلا. تبدأ تشغل معا على الهدف ده. او ما يحققه. الله تعالى بقى نرفع. هيبقى عندنا هدف اعلى. ها ها لغات ما توصل للاوت كام جوي. اللي هو الهدف النهائي. اسناء ما انت بتعمل الاهدف دي في حاجة ممكن تخليك تفشل. الدون بس رقم واحد عشان اتاكد ان انت صحين معايا. انا على فكرة اقول كده ما يبقاش برخم عليكم. انا عاوز اصحيكم وعايز اقول لكم معلومة مهمة. تفيدكم في الشغل العمل بتاعكم. عشان انتو انا اقول لكم دلوقتي حاجة هتحسوا ان مواظمكم ممكن يكون بيوقع فيه. يلا اكتبوا لي كده اي حاجة في الشات. حسنوا انتو في ايه معايا. ما نمتوش مني. ها. ايه كله نام. ايوة كده فوقوا معايا. صحيم? بصوا كده ايه رأيكم في اللي انا اقول لكم ده. واحد جاي يتمرن معاك. فبيقول لك انا هدفي ان انا اكون رياضي اكتر. او ان انا اكون اكتف اكتر. او ان انا خس. ايه رأيكم في الهدف ده? قلولي هدف حلو. لا في مشكلة. قلولي اي حاجة من الكلام ده. يلا اكتبوا لي في الشات. واحد دلوقتي جاي. الهدف بتاعه او انت بتحفزه على ان الهدف بتاعي تكون ان انت تكون ان انت تخس. بس. ايه رأيكم? يلا ركزوا معي اشان اقول لكم بس ايه الغلطات اللي ممكن تخلي العميل يروح منك. خليه يروح من ايدك بمعنى اصح. او ما يبقاش حابب اه بتاع التمرين. ايه رأيكم في الهدف اللي انا بقول لكم. عميل جاي يقول لك والله يبص. انا عاوز اخس. فانت تقول لي اوكي هدفنا ان احنا نخس. يلا بينا نشتغل. ايه رأيكم? ايه ماشي يخسسوا يا دكتور ايه المشكلة? انا بتكلم دلوقتي ايه? احنا دلوقتي في ورقة وقلم عم حمزة. بدقين نبدأ? بدقين كده نشتغل مع العميل. فبيقول لك والله انا عاوز اخس. قلت له اوكي يلا بينا هنبدأ ان شاء الله ونبدأ ان ايه? نبدأ نخس. وباقينا ده هنشتغل على الهدف بتاعنا. يلا بينا هنخس. في مشكلة في الكلام اللي انا بيقوله ده? هنتمرن وهنخس وهنوصل للوزن الجميل واللزيز يلا بينا يلا هنشتغل هنخس. ايه المشكلة? فين المشكلة? هنخس. اه? ايه المشكلة? هو كله شايف ان في مشكلة. بس ايه المشكلة? ايه المشكلة? واحد هدفه ان هو يخس. وانت بتقول له اوكي هدف جميل. وبدأت تحفزه وهنبدأ نخس. ايه المشكلة? لا عنده ارادة وكل حاجة ويلا بينا وماشي دي نقطة كابتن هناء. المشكلة ان هو هنخليه فهم ان هو جاي خس وشكرا للموضوع على كده. بس اخودي بالك هو ممكن يكون ده المفتاح بتاعه اللي انا ابدأ مع بي. ان هو جاي. اه ماشي التمرينة خليك تخس. وهبدأ اقول له كمان عفوالي التمرينة تاني. عارفين المشكلة الاساسية في الموضوع ايه? ايه حاجة بيسموها لأ يعني ايه معلش? يعني ايه? انا عاوز اخس. طب الكلمة دي الكلمة دي مش واضحة. مش عارف امسكها. خضرتك عاوز تخس. عاوز تخس قد ايه? انا ممكن اشتغل معاك واحدة واحدة. وانت عاوز تخس يعني انت مسلا عاوز تخس خمسة كيلو. فانا اشغال معاك بسرعة شديدة ومش حالف ايه وعايز انازل فيك عبس انت عاوز تخس بقى وبتاع ومش حالف ايه. فنزلتك مسلا تحت خالص. او انت عاوز تخس عشرين كيلو وانا ماشي معاك بالراحة واحدة. الكلمة مش واضحة. وامتى مسلا لما اشوف مسلا ان خسيت كمية معينة اقدر اقول لك تعالى بص احنا بنحقق في الهدف بتاعنا. فبقول لك ارجوك. لما تكون بتحفز العميل. يعني ما تروحش العميل تقول له ايه? احنا عايزين نتمرم عشان نخس. مش كده. قول له بص احنا عاوزين نخس مثلا كزا كيلو دهون. هنبدأ نمشي على خطة الفلانية ونبدأ نخس كل شهر. الكمية الفلانية تقريبا كده. كده انت بتعمل ايه? بتخلي الهدف انت مخصص الهدف بتاعك. حطت الهدف. حطت مقياس هتبدأ تقيس به الهدف ده. وتوريت تقدم قصاد عينه. لكن حتة ايه? بص يقول لك ايه? يعني حاول تتجنب الكلمات الغير واضحة زي خليك فت. خليك رجل رياضي كده وحلو. بي مور اكتف. يعني هنتمرن ان شاء الله عشان خاطر ايه? نبقى ناس رياضية اكتر او ناس اكتف اكتر. ايه يا عمي ده? اديني اديني حاجات هقدر ايسها كده حاجات سبيسيفيك. لما تديني الحاجات الاسبيسيفيك دي ونبدأ نتتبعها. نقدر نقول اه والله احنا مشينا على هدف معي. قلوك انه مش بس يخص لا. كل الكلام انت بتقولي ده حلو في الموتيفيشن وان احنا نحفزه وكلام ده. بس انا قصدي ايه? ان انت تحطي له حاجة يمكن قياسها. اصلا انت انا بتقول له مسلا ايه? خلي شكلك رياضي. هو هيئس الموضوع ده ازاي? ايه الشكل الرياضي بالنسبة لك? عايز توصلني النسبة قديده. مسلا عايز توصلني ان انا اعمل ايه في التمرين? ايه اللي انا لما عمله? او ايه الحاجة اللي لما وصل لها? اعرف ان انا كده وصلت الهدف. الكلمة مش واضحة. فهم ازاي? فهو بيقولك خلي الكلام واضح. خلي الهدف واضح. اللي هو بيشتغل عليه. اللي هو يقدر يتابعه. يقدر يشوفه. انا كده او الله انا كده بتحسن انا كده ما بتحسنش. يبقى الهدف بتاعه واضح. طيب ايه الحاجات التانية من المعوقات اللي ممكن من خلالها تخلي الشخص مش عارف ايه 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 اتمران. يبقى عنده ما عندوش دعم مجتمعي اه غلط. ما احنا هنوصل لل دلوقتي. الدعم الدعم المجتمعي بتاعه او الدعم السوشيال بتاعه مش مش حلو. ما عندوش عيلة عيلة مسلا تدعمه او العيلة بتاعته مش عارفة كويس في التمرين فمش عارفة تدعمه. ما عندوش صديق بيروح مع التمرين يبدأ يحفزه للتمرين. ما ما عندوش معلومات كفاية او معلومات كويسة عن الصحة وعن التدريب تخلي انه هو يروح الجيم ومتحمس وعاوز ايه يشتغل. اه عاجات دي كلها بتشكل تحديات. فهو بيقولك الانديفيدولز الناس اللي هما ما عندوش سوشيال سابورت او عندهم دعم اجتماعي ممكن يبقى عندهم نقص في المميزات الادي. ان هما مسلا يروح ويشتركوا في التمرين اصلا او يتشجعوا ان هما يشتركوا في التمرين. مش لقين حد يشجعه. مش هيلاقوا حد ينقشوا معاه بتاعت الاكسرسايز. مش هيلاقوا حد يقول له انا من النهاردة كنت بشيل مش عارف وزن ايه ده انا من النهاردة كنت بعمل ايه. انا العضلة الفنانة شدت علي انا عايزة. مش هيلاقوا حد يتكلم معاه في التمرين يقول له تحديات التمرين عاملة ازاي صعوبة التمرين عاملة ازاي. المجتمع ده مش موجود اصادق. مش لاقى حد يعمله سابورت. مش بيقولك بعض الناس بيفتقدوا ان يلاقوا حد يوصلهم اصلا للفتنس فاصيلتي او يلاقوا حد يوصلهم لمكان الجيم. ان هما يروحوا الجيم اصلا. مش هتلاقي مش هلاقى حد يقول له المعلومات الكافية عن الصحة وعن التدريب بشكل صحيح. هو مش لاقي مدرب معين محترم كده كويس معلومات كويسة تقول له معلومات عن التدريب او صديق او حد يعمل له سابورت يقول له معلومات عن الصحة وعن التدريب بيفتقر للموضوع ده. مش هيلاقي مش هيلاقي شريك له في التمرين. فالناس اللي عندها نقصة في السوشيال سابورت مش هيلاقوا الكلام ده كله. انت كمدرب لو قدرت تتغلب على الحاجات دي كلها وتصبرت الشخص اللي معاك وتدي له معلومات وتقف جنبه حاجات دي كلها. لأ ساعتها انت بتتغلب على تبدأ تدي له دعم بتخلي الشخص يرتبط بالتمرين اكتر. في بقى حاجة كمان من ضمن المعلوقات دي حاجة اسمها للسوشيال فيزيك يعني ايه? في شخص دلوقت يا شباب ممكن يبقى عنده يعني واحد مسلا زي في الوزن. الشخص ده لما يجي عايز يروح الجيم. فهو داخل بقى الجيم عارف والله ان هو لما يروح آآ التمرين بيعمل له الحاجات الجميلة خالص اللي احنا اتكلمنا عنها من شوية. ما عندوش مشكلة في المعلومات. ما عندوش مشكلة في اي حاجة. المعاوق الوحيد اللي ممكن يلاقي ايه? لما يروح هناك يلاقي ناس جسمها بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك. ويلاقي نفسه كده في وسط مجتمع او في وسط اجسام مش جسمه. فيبدأ يحس بالاحراج. يبدأ عنده كده او الطراب قلق وتفكير. عمال يفكر ان الجسم مش زيهم. يا طرى بيبصوا علي. يا طرى انا المكان ده مش بتاعي. آآ هل الناس وانا بيتمرن بيعودوا يبقى حلقوا فيا كده ويبصوا علي ولا لأ. آآ بيفضل يفكر في الافكار دي كلها وتبقى معوق بالنسبة له. ممكن تمنعه تماما ان هو يروح يتمرن او يروح الجيم. بجنب كمان ممكن يفكر في حاجة تانية. بيقول لك والله يبص انا الناس اللي انا بروح لها دي كلها. بيبقوا لبسين لبس رياضي واللبس عليهم شكله واو. ما فيش بعد كده. انا مش لقي لبسي ينسبني. مش لقي لبسي خليني مرتاح. طب يبدأ برضو افكار تجيله اكتر. خلاص انا والله الجيم جميل وكل حاجة بس مش هروحه. الا لما خس. لما خس شوية ويبقى في لبس اقدر لبسه. والناس لما روح ما يبقوش بصين علي ساعتها بابدأ ايه? اروح. فبيقول لك فيه الناس دي بتبدأ يجيلها. او بيبدأ يقول لك شوية تعليقات. او بتبدأ تجي في دماغه شوية تعليقات زي. انا بس هخص شوية وبعد ان شاء الله بروح اتمرن. او ممكن اتمرن بس انا مش هلاقي حاجة مريحة اقلبسها وانا بتمرن. مش هلاقي لبسي ينسبني. انا هحل هحس ان يعني مش مش هبقى مرتاح يعني لو انا عادة اتضرب قصاد الناس. بسبب الوزن الزيالة اللي عنده ده. الناس هتفضل تبص علي انا بتمرن. حاجات دي كلها اسمها الشخص حسس ان المجتمع كله حطت عينه عليه ومش مرتاح. بتاعته او صور الجسمه مش مريحة. طيب. الموضوع ده طبعا بيبقى في النساء اكتر من الرجال. الستات بيحتموا بالحتة دي اكتر من الرجال. ولكن مع ذلك موجودة في الرجال. موجودة برضو الرجالة براحين. لو الله انتو شايفين الشخص اللي قصاد يعمل ازاي? انا مش ههرف اوصله. الناس هبص علي او يدخل يلاقيه مسلا بيلعب بالبار فاضي يقولك انا بلعب بالبار فاضي في واحد جنبي آآ بيشتغل. لا الكلام ده مش مش هينفع. طيب. في واحد تاني ممكن يبقى عنده مشكلة. آآ عارفين انتو حتت ان النشاط اللي انت هتدخله في حياتك او الاضافة اللي هتعملها في حياتك لازم تكون مريحة نوعا ما. فهو دي حاجة اسمها ايه? الراحة او التلاؤم مع الحاجة اللي انت هتعملها بديدا. في واحد دلوقتي هيدخل التمرين كجزء من حياته. تخيلوا معي ان هو اوما دخل التمرين كجزء من حياته. الشخص ده طالع عينه مسلا في اليوم. هو اقرب جم بالنسباله على مسافة عشرة كيلو او لخمستاشر كيلو. المسافة دي بالنسبة الواحد سهلة. ممكن يعملها ومعندوش فيها مشكلة. يقول لك او او انا ايه المشكلة عما اروح عشرة كيلو بالعربية بتاعتي انا مش فرقة معي. لكن في واحد تاني يقول لك لا في مشكلة. عشرة كيلو موصلات مش فرقة معي. واحد تاني الموضوع ده بالنسبة له في مشكلة. فبيقول لك الموضوع ده برضو لازم العميل بيفكر فيه. وممكن يبقى معوق بالنسبة له. ان الجيم بيبقى بعيد عن بيته او بعيد عن الشغل بتاعه. فيبدأ يحس ان ده معوق وبالتالي ما بيقدرش يتمرن او ما بيقدرش يروح للمكان ده. فانت برضو قدر الامكان انت ممكن تحلل له الموضوع ده ازاي? والله لو في جيم قريب من بيته زي ما قلنا اقرب جيم ليه وعرفت تزبط له الموضوع ده وتحسن له الموضوع ده في الماغه زي الفل. طب ما عرفتش تقول له الله لو في جيم قريب من الشغل بتاعك وتبدأ تزبط موعيد التمرين بتاعه على الحاجة القريبة من شغله. اه لو في حد قريب منه وقدر ياخده معاه للجيم لو هو عنده مسلا مواصيلة مواصلات معينة او الحاجات دي كلها. فهو بقول لك من الاخر كده العميل بيبقى حطت في ادماء ونقطة لها اغلاقة بالراحة. الحاجة اللي هيبدأ يدخلها جديدة في الوقت بتاعه او في نظام حياته ده. هل دي هتبقى حاجة كويسة ولا آآ ولا لأ. لازم تتغلب على النقطة بتاعت عدم الشعور بالراحة او عدم الشعور بالتلاؤم في الحاجة الجديدة اللي هتدخل حياته دي. خصوصا بعد المكان اللي هتمرن فيه. طب حاجة اسمها او اللي هو تقدر تقول عليه تناقض الشعوري. في واحد انت مثلا كلمتو دلوقتي قلت له يلا والله التمرين ده حلو. عشان واحد اتنين تلاتة. جاله جاله شعور ايجابي وشعور سلبي. ايه الشعور الايجابي اللي جاله? اه انا ما اتمرن. وزن هيخس. آآ هيبدأ صحيتي تبقى احسن. هحرق صعرات. الجسم هيحرق بشكل افضل. حياتي هتبقى نوعا عن ما صحية. نفسي مش هيبقى صير كده. ضربات قلبي هتنتظم نوعا عن ما. الامراض المزمنة هتبقى يدعمي. هيبقى اسم شخصي يعضي في الاول والاخر. هتعرف على ناس جديدة هتقل في مجتمع جديد. الله كل دي مشاعر ايجابية جميلة. بس انت متعرفش ان هو جاله في نفس الوقت مشاعر سلبية. ان كون ان هو يتمرن هيقل الوقت اللي هو كان بيخرج فيه مع اصحابه. لو اصحابه دول ما بيتمرنوش. هيقل الوقت اللي هو كان بيقضيه مع العيلة. هيقل الوقت اللي هو كان بيبقى قاعد ما انتخ فيه ومرتح فيه وبيتفرج فيه على مسلسلات. الحاجات دي كلها افكار سلبية بتبدأ تجيله. فبيقولك التناقض الشعوري ده توقع كده وانت بتحكي عن جمال التمرين وعن حلاوة التمرين لازم تعرف ان هو بيجيله باريار تاني او تناقض شعوري بيدخله من المناطق دي كلها. اقول لك اه ما انا قلت تمرين حلو وكل حاجة بس انا في نفس الوقت كنت بقى قاعد ما انت خسر لي النهار. الكلام ده كله مش هيروح. فبيقولك لو سمحت بقى وانت بتقول له الكلام ده. الشخص بيبدأ يوازن مميزات وعيوب التمرين. حاول انت قادر الامكان تتغلب على الشعرات السلبية اللي ممكن تدخل فيه دماغه. طيب. هل فيه تأثير مجتمعي بقى على التمرين? طبعا. يعني هل العيلة ممكن تأثر على التمرين? هل المجتمع اللي حواليه ممكن يأثر على التمرين? اصحابه ممكن يأثروا على التمرين? الحاجات دي كلها ممكن تأثر على التمرين? اه. اي حاجة حوالين الشخص في حياته السوشيال او حياته الاجتماعية ممكن تأثر على التمرين. انت هدفك في الموضوع ده كله? انت هدفك في الموضوع ده كله انك قادر الامكان تدي للشخص ده. الشخص ده ممكن يلاقي من السوشيال اللي حوالي وممكن يلاقي منهم لأ حاجة ضد السوشيال ما يلاقيش منهم دعم. هاديكم اقرب نسال. في واحد ممكن يبقى عارف ينظم موعيد شغله ان هو يتمرن. ففي واحد صاحبه اقول له ايه? اقول له الله عاوزين لما ننزل نتمرن نتمرن مع بقى. حلو ده السوشيال 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 الشخص الشخص بقى اللي هو كان اقترح الموضوع قال له ايه? يلا ننزل نهاردة. لا لا يا عم مش عارف ايه احنا شغلنا اليوم من دول عك وبتاع. طيب خلاص مش هننزل. ننزل اسبوع الجاي. يجي الاسبوع الجاي. يلاقي شخصه ده برضو بايه? بيكسله. لما يلاقي دايما السوشي. يعني الحاجة السوشيال اللي حواليه كده بتمنع ان هو ينزل مش ينزل. طب تعالى بقى نفس السوشيال ده. ده سوشيال حاجة ما بتدعمهش. لكن حاجة تانية هو كل ما يجي يبدأ يكسل صاحبه يقول له لا انت بتهزر ولا انا مستنيك تحت البيت يالله احنا نزلين? لا هنا فيه سبورت. في هنا السوشيال سبورت. ونفس الموضوع من العيلة. نفس الموضوع من ناحية الشغل. نفس الموضوع الناه هو يبعايش وسط مجتمع بيبحث عن الهلسي لايف او الحياة الصحية. دي كلها حاجات ليها علاقة بالسبورت. في بقى انواع كتير من انواع السبورت. انواع كتير من انواع الدعم اللي ممكن المجتمع اللي حواليه. اول حاجة او حاجة لها علاقة بالمعدات. بمعنى يقولك اول حاجة مسلا تخيل ان في واحد مسلا هيقترح عليه? ان هو يا عم انا هوصلك لغاية الجيم بنفسي. صاحبه عنده عربية او الكتش بتاعه ساكن قريب منه او اي ان كان. قال له وانا رايح الجيم تيجي تركب معي العربية. فبيقول لك توقف في فتنس فاسد. ان انا هوصلك لغاية الجيم اكتر من كده. او ان انا همشي معك في الطريق. يعني بس يكون ان واحد ينزل من بيته ويمشي الواحد وليه بنزبله حاجة ايه? تدايقه. فلا يا عم هتنزل وتمشي يعني اتمشى مع بعض لغاية الجيم. حاجة تانية واحد ممكن يدعمه به. يقول له يا عم انت خايف تنزل الجيم اول مرة او كده اول شهر اشتراك او اول شهرين او اول تلات شهور اشتراك على حسابي. تلايه واحد مسلا رايح يدفع للمراته كده فلوس الجيم الوحي ايه? انا عايز اترحب مرة ان انا هدفعلك الفلوس اهو. او واحدة نفسها تحفز جوزة هتقول له وده هدية مني. هكذا. واحد عاوز يسحب صاحبه فيدفع له اول اشتراك جيم. فبيقول لك ان انت ممكن واحد يدعم التاني بانه هيدفع له اشتراك الجيم مسلا. او ان الجيم يبقى عامل حاجة حلوة خالص او ان العيلة مسلا تدعم الشخص ده. لا روح انت الجيم مليكش دعوة خايف على ابنك مسلا مش محدش هياخد باله منه. روح الجيم انا هاخد بالي منه. فبيقول لك انت تخلي الولدين ان هم يروحوا يتمرنه مقابل ان حد ياخد باله من الاطفال. والحطة دي عشان خاطر شوفه عشان الموضوع ده تعرفه ومهم ازاي? تيه بعض الجيم مات بتعمل او منطقة كده للاطفال. لو يا جماعة تعالوا هاتوا الطفل معكم ادخلوا اتمرانه واحنا هناخد بالنا من الاطفال. خلاص? فحاول نعمل قدر الامكان بالمعدات بتاعتنا معنا صح. تاني حاجة حاجة ده علاقة بالمشاعر. تعال يا الله نبدأ ابدأ اشجعك احفزك انك تتمرن. التشجيع بس ده واحده ده صبرت. ان شخص يعمل حاجة وتدي له او تغذية رجعية ايجابية دي حاجة كويسة. يعني ايه تغذية رجعية ايجابية? خلال واحد راجع من الجيم. ناس كلها شافته. اه بيتمرن بقاله شهرة او شهرين. الناس كل شوية تشوفه عادي خالص. وقالك انه بتمرن. لغاية ما قابل واحد يقول له ايه ده? انت جسمك ده العضلاب بدأ تطلع. ايه ده انت شكل جسمك تحسن خالص. ده انت يلعب واحد يلعب معه كورة ومسلا هو عارف ان هو بيلعق بداية. مرة انه بتاعه يقول له ده انت نفسك طول ده انت ما كنتش بتقدر تجري ملعب. ايه الجمال ده? الحاجات اسمها ايه? بتدي له ملاحظات ايجابية. تغذية رجعية ايجابية. ان هو بيعمل حاجة كويسة. فبتشجعه من خلالها. ده او شعوري. ان انت لو فيه مسلا واحد آآ يعني كاره التمرين او خايف من التمرين معين او او فيه عنده فكرة معينة عن التمرين تبدأ تسمعه. تطلع كل اللي جواه كل ما تخافه عن التمرين كل حاجة هو كريهة من ناحية التمرين. مجرد بس انك قعد تسمعه كده وتخليه طلع لجواه ده اموشنال صبرت. آآ تتواصل مع الشخص تخليه طلع كل المشاعر اللي هو حسسها من ناحية التمرين وتبدأ تشجعه وتحاول تغيره المشاعر السلبية ده اموشنال صبر كل دي حاجة اسمها دعم نفسي او دعم شعوري خلاص الصوت بيقطع ولا كويس? الصوت بيقطع شباب ولا كويس? كويس? طب. حلوة يا شباب الصوت كده مزبوط عندك يا كابتن هنا? عشان لو مش كويس لو مش كويس عند كزا حد ممكن هنقل على آآ ممكن هنقل على شبكة تانية. تاني. هنقل برضو عالشبكة الاقرب ممكن تبقى حسن. ان شاء الله كده يكون لكده اللقات عالشبكة اللقات. خلاص الشباب فيه دعم له علاقة آآ بيستموه الدعم المعلوماتي. يعني هي الدعم المعلوماتي. الشخص ده انت عايز تحفزه وتدي له دعم كده قدر الامكان. تبدأ تقول له والله آآ شوية نصايح. لها علاقة بالصحة ولها علاقة بالتمريد. كل ما تدي له النصايح دي كأنك بتدعمه كأنك آآ خلق لا والله ده أنا المباعد في الجيم في واحد واخد باله مني في واحد بيقول لي نصايح. دي واحد بيعدل لي حاجات معينة. لا ده دعم جميل خالص. في انك تعلمه حاجات لها علاقة بالنشاط البدني. بتدي له شوية ترشحات وتقول له الساحة العلمية دلوقتي بتقول ايه? ده بالنسبة لهم دعم. آآ الناس اللي انت بتبدأ تعلمهم الناس اللي هم ما بيتمرنوش خالص وتبدأ تقول لهم عن آآ يعني مميزات التمرين والحاجات دي. ده كله بيعتبر دعم. واحد بيدعمك نفسيا ومعلوماتيا. بيفضل اديك معلومات تدعمك ان انت تتشجع وتتمرن. ليه بيسموها او الدعم المعلوماتي. في دعم بقى بالصحبة الصحبة او التشارك بمعنى صح. واحد يروح يتمرن معاك. دي الواحدها دعم. آآ لو هو مسلا واحد انت كنت بتتمرن في الجيم فأسناء كده اجيه واشترك معاك في التمرينة او بدأ يساعدك في حاجة. ده بالنسبة لهم ده دعم. آآ انك تحاول قدر الامكان تلاقي مجتمع معين له علاقة بالصحة البدنية وتشترك فيه وتدعمه ده برضو دعم. فده اسمه دعم بالكمبانيونشيب او دعم له علاقة بالايه بالصحبة بالتقريب بمعنى صعب. الشرح الجزء اللي باقي الدرسه كله عمالي هيكلمك بقى الحاجات اللي فوقه بالتفصيل. اللي هو ده معناها الدعم بقى عن طريق مسلا ان هو تتفعله الشراك جيم او توصله للجيم او الحاجات دي كلها. وبيقول لك في لبعض الاشخاص ده يعتبر حاجة حاجة مصرية حاجة مهمة جدا جدا انك تعملها لعشان خاطر يتمرن. ده اكتر بيتعامل في مجال الرياضة. ان انت تبدأ تديله شوية معلومات عن التمرين وفوايد التمرين وازاي المفروض نتمرن والتمرين بالشكل الصحيح بيبقى عامل ازاي? ده بيقول لك ده اكتر نوع من انواع الصبرت الموجود والصين احنا ايه? في الرياضة. ده اكتر نوع بتبدأ ايه? اه تقدمه. طيب. ايه الجروبز اللي ممكن تأثر على التمرين? اول جروب طبعا الفاميلة. العيلة والجروب اللي له علاقة بالاب والام والاكسرسايز اللي هما من الاخر كده الناس اللي هما مسئولين عن التمرين. الناس اللي هما القادة بتوع التمرين. زي الكوتش او الكلام ده. العيلة من اكتر الناس اللي ممكن تعدل من اسلوب الشخص في الحياة. تخيل واحد كده عيلته اصلا. معروفة ان هي عيلة رياضية. الشخص ده يطلع عامل ازاي? او عيلة فاهمة كويس او تأسير الرياضة. عيلة كل شوية اخوه او والدته او والده يقول له انزل مرة اعمل خلي سوي. وعيلة تانية تقول له يعمل تمرين ايه ومش عارف ايه وبيخلوه يوقف الاكل وكله انت هتعيش مرة واحدة. العيلة دي مش زي العيلة دي. العيلة دي تأسيرها على الشخص مش زي العيلة دي ومش زي تأسير العيلة دي على الشخص. العيلة اللي تحاول تحفزه مهما كانت الصعوبات اللي بنسباله عشان الخطر يدخل في حياة رياضية مش زي العيلة اللي بتحاول تكسله قادر الامكان رغم وجود التسهيلات بتاعته ان هو يدخل حياة رياضية. ومن اهم حاجة برضو من اهم جزء في العيلة دي هو تأسير او الوالدين على الاطفال. المهمة جدا على الاطفال والشباب. لو 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 الوالدين ليهم علاقة كويسة بالتمرين هتلاقوا الاطفال غالبا طالعين بيبصوا للتمرين ده ان هو حاجة كويسة خالص. ابو يا ام بيتمرنوا. ابو يا ام صحتهم كويسة. ابو يا ام دايما بيروحوا مسلا للتمرين. فغالبا الطفل بيطلع شبههم. لو العكس برضو الطفل غالبا بيطلع ايه. آآ بيطلع آآ مش بصص بصة قد كده للتمرين الا لو عنده مجتمع تاني يدعمه او ان هم يدعموه من غير ما يروح. احنا عارفين قبل كده ان التمرين ده ممكن يبقى باشكال كتير. لو مركزين معي بس الدون رقم واحد. دون رقم واحد. عشان فيه ناس بتسأل اسئلة في الحتة دي كتير. والجمات بتكون طلباها وما بتبقاش معروفة. يعني ما بيبقاش عارف ايجابتها قد كده. فانتو هتاخدوا بالكم منها دلوقتي. ولكن لازم يبقى الليدر بتاع الاكسرسايز او قائد بتاعه بتاعه في التمرين. من الاخر كده يكون مسال اعلى ليه. دا خل معاي كده واحد اوورويت. واحد عنده سمنة او ايا كان. هو الليدر او هو الكوتش بتاعه هو اللي بيمير ما. عنده الخبرة الكافية وعنده المعلومات الكافية وعنده وعنده وعنده. لكن في نفس الوقت هو الليدر. وهو اللي عمل يقول له يعني ايه صحة? ويعني هنخص في الوزن? ويعني هنبقى لعمل سمنة? ويعني هنعمل? ويعني هنخلي? وازاي نوصل لشيء محترم. فهو بيقول لك خد ذلك. اللي قصاده ده لو مش على الشكل او قريب من الشكل اللي هو بينصحه به ومش قريب او من الاخر كده مش هو واصل للنصاح اللي هو عملي والهالو. غالبا بيكون ده له تأثير سلبي على الشخص. فلازم يكون فيه يعني وصفات معينة كده او وصفات معينة للليدر بتاع الاكسرسايز او للقائد بتاع التمرين. سواء القائد بتاع التمرين ده هو الكوتش او سواء القائد بتاع التمرين ده هو اللي محطوط في او ايا كان. اول حاجة المميزات او المؤهلات اللي الشخص الليدر ده مفوتكم فيه. بيقول لك اول حاجة ان هو الشخص اللقصادي ده هو الليدر اللقصادي ده لازم يبقى بقدر الامكان مثل بالنسبة لي في الحياة الصحية والحياة المتوازنة. سواء بقى في طريقة الاكل. في التفاقل بتاعه في المعلومات اللي عنده في اي حاجة. لازم يبقى منسبة لي كده قدوة. لازم يبقى حتى بتاعه قيادي. في موضوع التحفيز زي ما قلنا التشجيع بتاعه ليه وهو في التمرين. اه لما يكون فيه معينة المفروض يشجعهم على انهم يعملوها. ده كلها مواصفات من مواصفات القيادة. في برضو بعض الحاجات اللي هو بنقوله عليها حاجات لها علاقة بالمواقف المعينة. مش كل الناس بتعرف تقود نفس العدد من الجروبات. يعني ممكن واحد يبقى جروب ليدر مسلا لجروب صغير. يعرف يعمل فيه كويس قوي ويعرف مرم فيه كويس قوي. آآ فيه لما الجروب يكبر شوية ويبقى العدد اكبر شوية الشخص ده ممكن يفشل في قيادته. فعشان كده بيقول لك لازم يبقى له فيه كده للقائد. ان هو لازم كل ما الجروب عدده يزيد وهو ليدر كده. يقدر يتحكم في الجروب ده ويعرف يشتغل على العدد ده والعدد الاكبر. كمان آآ المفروض يبقى فيه مواصفات معينة في الليدر ان هو ياخد باله من او الناس اللي هم بيشتغلوا تحته كده المواصفات بتاعتهم عامل ازاي? سواء سنهم عامل ازاي? اللي بيشتغل تحته ده ستات ولا ولا رجالة خبرتهم في التمرين عامل ازاي? انت كشخص قيادة مفروض بتعرف ايه تقدر كل ده. من الاخر المعلومات اللي انا بقول لكم دي كلها. اللي انا عاوزكم توصلوا منها من خلال الدرس اللي هنتكلم فيه ده. حاجة اجتماعية. الشخص بيبقى عنده تأثير او متأثر اجتماعيا سواء بالجروب ليدر بتاعه. بالعيلة بتاعته. بالناس اللي حواليه. الحاجات دي كلها هو متأثر بس بيهم من اقل حاجة. اقل حاجة ممكن تحصل ممكن تأثر عليه. فانت بتحاول تكتشف اللي هو عاوز يقول لك في مضاصة كله جدا كله. انك تطلع المعوقات من داخل الشخص وتبدأ تحطله تبدأ تحطله الحاجات اللي تحسن له من التمرين بتاعه او تتغلب بها على المعوقات ده وتخليه يلتزم بالتعليم بالتمرين بتاعه. في حاجة من شوية حد قلهلنا كده اللي هو حتة الادهيرنس. فاكرين الادهيرنس يعني ايه? ان هو يلتصق بالتمرين قادر الان كان. احنا بنعمل كل ده عشان الادهيرنس ده. بنعمل كل ده عشان الشخص يجي يتمرن ويلتصق بالتمرين ويبقى عنده محفزات ان هو يفضل مكمل عليها. نبدأ عنه المعوقات ونزود من المحفزات بتاعه. في جزء اللي هو علاقة بالنفسية او تحسن بقى السايكولوجي احنا قلنا كل ده عن علم النفسي. تحسن السايكولوجي بتاع آآ العميل نتيجة للتمرين. حد يقولي كده التمرين ممكن يعمل ايه? له علاقة بالسايكولوجي. التمرين. تأسير التمرين على السايكولوجي بتاع الشخص. التمرين بيأثر باي حاجة له علاقة بالنفسية او لا لا? ها. التمرين له اي تأسير على النفسية? الرأيكم? تماما بيرفع من هرمونات السعادة طول ما التمرين في الشدة المطلوبة ايه كمان? يعني اللي انا عايز اعرفه. التمرين ممكن يوصل نواي حسن نفسية الشخص عن طريق ايه? في كزا حاجة كده ممكن التمرين من خلالها يحسن نفسية الشخص. واخدوا بالكم انا هقول لكم معلومة دلوقتي انتم ممكن تتفاجئوا بها. زي مسلا الجزء بتاع ان التمرين بيرفع من هرمونات السعادة او بيرفع من نفسية الشخص. اقول لكم معلومة دلوقتي ممكن تجيلكم هيجيلكم قرروا من خلالها. بس يعني هو كل الموضوع ان التمرين لما الشخص يروح بيطلع بيزبط من هرمونات الشخص فالشخص بيبقى سعيد بس. النشاط البدني ما بيعملش كده بس. ما يقدرش يعمل شوية حاجات تانية في حياة الشخص. ممكن من خلاله تحسن من نفسية الشخص. يعني انا اقول لكم على الحاجة. التمرين ده ممكن يحسن من المزاج. ممكن يحسن مسلا من آآ صورة الشخص لنفسه او يرفع من همة الشخص لنفسه. ما يعرفش يحسن من اللي احنا قلنا عليها من شوية الصورة الجسدية للشخص. يبدأ يخس مسلا فهيلاها صورته الجسدية بقى الجميلة خالص فيبدأ يحسي احساس احسن. ما ما بيحسنشي من طريقة نوم الشخص. الشخص بينام بشكل احسن بينام مرتاح اكتر. ما بيحسنشي من ان هو يقلم من مستوى الاكتئاب والانجزايتي او التراب القلق عند الشخص. لو شخص مكتئب او عند التراب القلق. ما يبدأ يخرج من الحاجات دي كلها. ما بيحسنش من كل ده. ايه رأيكم? اهو من نسبة للكدش مسلا. نسبة لها زي المخدرات. عاجات دي كلها مهمة او في التمرين. لا تتخيلوا عن معلمات اللي انا قلته دلوقت دي. انتوا تتخيلوا كام واحد من الناس اللي عمرها ما اتمرنت عارفنها؟ تتخيلوا كده كم واحد من الناس اللي متتمرننش عارفنها. مش كل الناس عارفاها. آه في نفس الوقت. على الجانب الاخر بقى. الناس اللي هي قاعدة للنهار في البيت. ما بتتمرنش. قاعدة على السرير. قاعدة على المكتب. الناس دي عايشة او حياتها غالبة بتبقى عاملة ازاي? مستويات مختلفة بقى من الوجع. وجع الظهر. وجع المفاصل. وجع مش عارف ايه. ايه ايه الشعور بالاكتئاب. الشعور معدم الراحة. حسس ان هو ما بيع. ايه? فالحاجات دي كلها بيبقى من الاخر كده بقول لك دي التأسير او الفوائد النفسية للتمريم. بقول لك والله التمرين بيعمل حاجة ستكلمون مود. بيحسن من المود بتاعنا. آآ احنا غالبا بنحط في دماغنا او بنقول ان المود بتاعي كويس او وحش. فهو بيقول لك ده التعبير بتاع الشخص بتاعنا احنا. الناس احنا اللي بنعبر عن المود بتاعنا بالشكل ده. بنقوله والله المود بتاعي حلو. المود بتاعي وحش. ولك اللي بيتحكم في الحاجات دي حاجات كتير خالص بقى. يعني عشان اقول المودة حلو. انا مش stole تقولك على فكرة انا مودي حلو. لأ. ممكن تلاحظه من ضحكتي. ممكن تلاحظه من نبر صوتي. من طريق بصتي ليك. والمود الوحش كذلك. من الاخر كده ده معنى كلمة مود. معنى اللي هو المزاج. حالة الدماغ عاملة ازي دلوقتي. التمرين بيعمل ايه عليها? بيحسنها في شكل جميل جدا. موظم الحاسة العلمية اللي اتعاملت بتقول لك بص. خلي شخص يروح. يتمرر مسلا. من مدة العشرة لستين دقيقة في كل يوم في الاسبوع او يوم يوم. مزاجه مش هيبقى زي الشخص اللي قاعد في بيته ما بيتمررونش. ده غالبا هيبقى مزاجه احسن بكتير. اقول لكم بقى حاجة ميني وبينكم اندوني بس رقم واحد عشان انت حاجة مهمة او. عشان انتو هتلاحظوا ايه? احا اقول لك والله التمرين ما بيفرق معاي. باتمرن. حالة النفسية ممكن تبقى اسود. التمرين. وده انا كنت عملتها لكم في المحاضرة قبل كده ازاي تقروا البحث العلمية. ومش اي واحد يقول لي بص دي ورق البحث علمي اخدها وابلعها. في طريقة معينة لقرأة البحث العلمي. وفي ورق يحترم وورق اخده اعرف منه المعلومة بس ما اخدهاش مسلمة. آآ ما هو الناس اللي بتفكر كتير وعندها اترابة لا ده اسمه التمرين اصلا بيحاول يحسن منه. بيحاول يحسن يقلل مضادة شوية. التمرين عشان يبقى له تأثير ايجابي على النفسية. اما يكون عشان يأثر تأثير ايجابي على النفسية وعلى المزاج وعلى الحاجات دي كلها اللي هو يبقى له وضوها عندكم كده على جنب. لازم يبقى في الشدة المناسبة زي ما الكوتش قالت. والاهم من ده لازم يكون اكتبوها كده لهدف. لازم يكون لي ايه? لهدف. من شوية فوق. قلتلكم الشخص لما يجي يتمرن لو مش حاطت هدف او الهدف بتاعه عايم ماليوش لازم. هيفضل يتمرن معظم نص فوايد التمرين رايحة من دماغه اصلا. فقلتلك لازم يبقى له هدف. وهو بيتمرن لهدف معين. الكل اللي انا بكلمه فيه من فوايد التمرين النفسية والجميلة وانها بتحسن من النفسية وانها بتشأل بالنفسية وبتعمل حاجات دي كلها قائمة اساسا نجاحها قائم على ان العميد وهو بيشتغل حاطت في ما هو هدف. شفت الموضوع بسيط ازاي? عارف لو واحد بيروح يتمرن لمجرد ان التمرين ده جزء من يومه. لمجرد ان التمرين ده مفوض في عشر دايات ربع ساعة التمرين من يومي بس بروح اتمرن كده. بتتمرن ليه? الله تعود. خلاص? هو تعود بالنسبة له مش اكدر. لا ده لازم يكون له هدف معين في دماغه. تحسن النفسية اصلا في التمرين سببه الرئيسي هو تحقيق الهدف. من غير هدف? غالبا ما فيش تحسن في النفسية. بل قد تسوق. تخيل? تعمل ايه كمان? بتحسن ام بترفع كده من الشعور الجيد للشخص سيلف ستيم او اللي هو التحفيز الشخصي. والبادي ايميج الشكل بتاع الشخص يحسن من صورة الجسم. قولك تتمرن تحسن من صورة الجسم. ترفع من ثقتك في نفسك ومن تحفيزك لنفسك. ده يساعدك اكتر انك تستمر اكتر على التمرين. وما تستمر اكتر على التمرين. جسمك برضو يبقى احسن. فنفسيتك تترفع اكتر وسقطك في نفسك تترفع اكتر وهكذا. وماشي يبقى في ايه? في الدائرة الجميلة بتاعتنا دي. بتحسن من النوم. حسن من النوم. حضرتك بتتمرن. جسمك بيحتاج الراحة. فده هيساعدك انك تنام. ولما تنام بشكله احسن. ده هيقودك انك تقلل من نسب الامراض المزمنة. زي زي الامراض القلب والجلطات. ارتفاع في ضغط الدم. الاوبيزيتي او السمنة. لان الحاجات دي كلها تبقى لها علاقة بالهرمونات بتاعت الجسم. وتحسين النوم بيزبط من هرمونات الجسم. فبيقولك الناس اللي عندها او نقص في النوم. بيبقى اصلا هم عرضة اكتر لامراض القلب. والامراض الارتفاع ضغط الدم. والاوبيزيتي والحاجات دي كلها. كل الناس اللي عندها نقص في النوم هيبقى عندها المشاكل دي. طب لما تحسن نومك. كل الحاجات دي هتت ايه? هتتمنع. او قدر الامكان هتبعد عنها. وكمان هتحسن من شكل جسمك والحاجات اللي احنا قلناها فوق دي. كلها. واخد بالك مش بتحسن في الحاجات دي بس. تحسن كل وظائف الجسم. من اول شعرك لحد صوبة رجلك صغير. ده كله قائم على النوم. والتمرين بيحسن النوم. شفتم معلومات اللي اقول لكم دي كلها? تحسوا ان ايه معلومات دي هي? التسويق قائم على اساسها. انك تسوق مع شخص او انك تحفز شخص لازم تقول هالو. لان في معظم الناس مش عارفة الكلام منه. طيب في ناس على فكرة من ضمن معوقات التمرين ممكن يقول لك ايه? يقول لك انا مش عايز اتمرر لان مش هستفاد من التمرين. ليه مش هستفاد من التمرين? يقول لك لان انا كده كده اصلا ما بنامش كويس. شايف اللفة? انت ممكن تجيبها له بقى لعكس تقول له انت لو اتمرنت ده هيزبط لك نومك. انت لو اتمرنت ده بيساعدك على انك تزبط النوم. لو انت مشكلتك في الحياة ان نومك مش مزبوط. التمرين بيعرف يزبط لك النوم. فيه حاجة اسمها سليب ابنية او اللي هو ما عرفش حد يعرف الموضوع ده او حس بيه قبل كده ولا لا? او حد عنده آآ حد في العيلة حس بموضوع ده ولا? لما يجي ينام حس انه يبدأ يقوم من على السرير كده كأنه كان فيه جبل على صدره او حاجة كده ايه بدأت تخنقه. من الاخر كده كيتمان نفس اسناء انه جاي ينام يحس ان نفسه كتم ويقوم فجأة. عشان يعرف ياخد نفسه. الناس اللي بتتمرن بسليب ابنية او دي النفس اللي بيجي لهم اسناء النوم ده غالبا بيقل بشكل كبير جدا. الاكتئاب والطراب القلق. الاكتئاب والطراب القلق عشان نقول لكم بس الفان ما بينهم له كريتيريا معينة عشان كده نقول لكوش انتم محدش يشخصه. احنا عندنا ده شيء طبيعي. تقولي بس رقم واحد عشان تبقوا فاهمين الموضوع ده. الموضوع دي نقطة طبية شوية عشان افاهمكم التشخيص بيدور على انه اساس. الدكتور بيشخص على انه اساس. ها اكتبوا لي بس رقم واحد. الديزنيا ده اللي هو دي في النفس. بتيجي في اي وقت. يعني ممكن ان انت واقفة يجي لك ديزنيا يعني. معناها ايه? دي في النفس. اصر في النفس. لكن الحاجة اللي ما بتكلم عنها متلازمة بتيجي مع النوم. ها. هقول لك يعني ايه دلوقتي. لما تيجي مسلا انت بتشتري حاجات من السوق يا كابتان بسانت ولا لأ? بتشتري مسلا بتشتري اي حاجة من السوق بتروح السوق بتشتريها. خضار افتدة. لما بتجي تشتري مسلا طماطم خيار جزر مش بتمسك الطماطمية. تبدأ تشوفيها تحسس عليها. تشوفي مسلا هي مستوية زيادة ولا لا? آآ سليمة ولا بايزة. حجمها مناسب للحاجة اللي انت عاوزها ولا الحاجات دي كلها? صح ولا لا? وسعرها مناسب ولا لا? بتعود تحط شوية مواصفات. لو الطماطمية اللي في ايدك دي عدة المواصفات اللي في دماغك بتحطها في الكيس. لو ما عدتش بتحطيها مكانها تاني. دي اسمها كريتيريا. كريتيريا يعني مجموعة مواصفات. لو شفتيها في الحاجة الحاجة دي بتعدل الاختبار. لو مش شفتهاش في الحاجة بترجعها مكانها. الدبريشن والانجزايتي له كريتيريا معينة. يعني مواصفات معينة. لو لقيتهم فيه لو لقيتهم في الشخص اقول الشخص ده مريض اكتئاب او الشخص ده مريض لو ما لقيتهمش لو ما لقيتش الكريتيريا دي بقول لا مش مريض اكتئاب ولا حاجة. فعشان كده بقول ان هي لها الكريتيريا معينة مقودة اللي يشخصها مين? الفيزيشنز الدكاترة السايكولوجيستس الحاجات دي كلها. الناس اللي هم دكاترة الدكاترة النفسيين او المعالجين النفسيين هم اللي يركزوا في المناطق دي. بس الدبريشن ده شيء طبيعي عندنا في حاجة. في حد هنا قبل كده ما حسش باحساس آآ قلق. ما حسش باحساس ديق. ما حسش باحساس خنقة. كل لا حسنا بالاحساس. ما فيش واحد يعيشته الحياة ومش هيحس به. وبنسمي ان ده اكتئاب. بس هل ده اكتئاب مرضي? لا. عادي. اي حد ممكن يجينا. بيعند علينا فترة من الفترات بنقلق كتير ونقعد بنفكر كتير. ونجينا افكار يعني تمسك او تسيطر على دماغنا. دي هل معنى كده ان احنا مرضى او عندنا اضطراب لا. لما بيبدأ الموضوع ده يأثر على حياة الاجتماعية وحياة العائلية. حياة الزوجية. حياة المهنية. اه اي نوع من انواع الحياة اللي موجودة عندي بتبدأ تأثر عليها وتتدخل فيها. ومش بس كده. الاضطراب ده يبقى له مدة معينة من الزمن الشخص حاسس به. لما يبدأ يحصل ما يبدأ فيه دي كلها. الطراب النفس يبدأ يقول ايه? اه ده يتشخص مريض اكتئاب. سيدها يبقى عنده حاجة اسمها الاضطراب اللي اكتئاب العام. عنده اكتئاب. مش اكتئاب عادي زي اللي بيجي لكل الناس. ده اكتئاب. ولو نفس الموضوع في الانكزايته يتشخص او او اكتئاب القلق العام. طب. التمرين بقى يعمل ايه? التمرين يقللك من الاجتئاب. يقللك من الانكزايت يبدأ يقللك من الحاجات دي كلها. بشكل ان الشخص بيتمرن يقول لك ايه? انا مش عايز اتمرن. ليه? اصلا انا مكتئب. يعمل ايه? يعمل ايه? يعمل ايه? يعمل ايه? يعمل اكتئاب عظيم. مخدرات زي ما قلنا من شوية. اه التمرين ده يعتبر مخدرات بس مخدرات شرعية. مخدرات اه حلوة. تيجي الواحد تاني يقول لك والله انا عمد التراب. ايبقعد يقول لك اهد للنهار افكر. ومش اهد البقاء. مش قادر اطلع من الموضوع. مرن. مرن الموضوع ده هي سهلك الحاجات اه الله سيخليك احسن. اه واحد عنده ان هو بعيد عن ربنا قادر الان كان ما بيقومش يصلي ما بيقومش يعمل ما بيقومش يخلي. مرن. اما تتمرن هيبع عندك نشاط بدني هتقدر تتحرك وتقدر تقرم من ربنا وتقدر تقيم الصلاة وتقدر تقام كل حاجة. التمرين يزبط لنا كل ده. ده اللي انا كنت بحكولكم من شوية حاجة اسمها. علم نفس التمعي. فيه حاجة صعبة خض الراغية صح أو lleانا غلطان? في حاجة صعبة في اللي انا قلتو. في حاجة مش مفهومة. ابحك في حاجة في اللي انا قلتو من شوية مش مفهومة. اه? ايه اللي انا قلتو مش شوية مش مفهومة. في حاجة انا كنت بقولها بردو من من شوية اللي هو التأسير المجتمعي على الشخص. في حاجة اسمها الاكسرسايز جروب. انا سيتها بس الاخر عشان ايه? اقول فيها معلومة زيادة شوية. الاكسرسايز جروب. ان الشخص يتحفز كونه ان هو شغال في احنا قولنا الحاجات اللي بتبقى في الاكسرسايز او القائد بتاع المجموعة. طب التمرين في المجموعة اصلا مفيد لايه? في حاجات كتير خالص. بتبقى اول حاجة الاكاونتابلتي. او اللي هو تحس ان الشخص كده له مسئولية معينة. انت كممبر ليك مسئولية معينة? والليدر دو مسئولية معينة. تحس ان انت مفوت انا بارتن من الجروب. لازم احضر عشان السيشن يتم على اكمل وجهه ويبقى العدد كامل. آآ لازم احضر عشان الخطر يبقى الشكل حلو وما يبقاش انا اقل من غيري. حاجات دي كلها. الكمباريزون بيبقى فيه شوية مقارنة بينه وبين الايه? وبين غيره. عمال يبص صغير وعاوز يوصل زيهم عاوز يبقى مش عارف ايه. بيبقى فيه شوية. فيه تنافسية. ممكن يبقى فيه كده. تنافس بين الاصدقاء وبعضهم. لو قال لجماعة اللي عمل تنافس من اللي هيجي بدغطة اكتر من اللي هيجي مش عارف ايه اكتر. ويقول لك فيه ايه? شوية تنافس كده. آآ بيقول لك في حاجة اللي هو زي ما تقول فيه صداقة او احاسيس صداقة ووفاء وقرب بين الايه? الناس وبعضها دي حاجة اسمها الكمرادري. اللي هو الناس بتقرب من بعضها او بيبقى فيه اتصالات كده ما بين الناس. انواع من انواع الكنيكشنز. يعني بيبقى فيه التزام بجدوى المعين. حاطين جدوى المعين او عادات معينة في التمرين بتاع الجروب ده. فكلنا بنلتزم بيها. دي حاجة برضو بتساعد لان الشخص يرتبط بالتمرين. بيبقى فيه انرجي اكتر. دخلين انت عمال تتمرم لوحدك كده مع نفسك. وانت بتتمرم في جروب تاني كلهم عملين يقول لبعض عاش وانش عارس ايه وكلهم شغالين مع بعض. اه جروب هنا ممكن يفيدك نوعا ما. او شدة التمرين. ودي الحتة اللي انا اجلتها عشان اقول فيها الكلمة. شدة التمرين بيتشجع شخص قدر الامكان ان هو يوصل لاعلى شدة التمرين ممكنة. الا ان لازم تاخد بالك من حاجة. الجروبات اللي بيبقى فيها تمارين الهيت او الهيتشا اي اي تي. اللي هي تمارين عالية الشدة. ووقتها قليل تاخد بالك لو دخلت فيها حد ممكن يكون مبتدئا. لانه ممكن يشد على نفسه زيادة ممكن يقع من طوله. فالتمارين دي لازم ناخد بالنا واحنا بندخل اشخاص ممكن مستواهم ما يوصلنش. وصلنا لجوزء بتاع شدة التمرين في الجروب اكسرسايز الشخص بشدة التمرين بالنسبة له انه زي ما قلت لكم ممكن يوصل لاعلى حاجة ممكنة. فناخد بالنا من الناس المبتدئة لو دخلين في الجروب يلعب الهيت او اللي هو شدته عالية قوي ووقته قليل. فيه ان الشخص ما يفكرش كتير. يعني ما يفكرش كتير. هو جاي بقى مش حاطت في دماغه هعمل هعمل نزام تمرين لنفسي هعمل مش عارف ايه هو شغال مع جروب. فهم غالبا بيبقوا حطين نزام تمرين وجاي كده يلا جماعة هتلعبوا النهاردة هنلعب بكزا يلا بينا. فبيشيل من دماغه العب ان هو يعمل تمرين لنفسه. طبعا مش محتاجين تقول ان فيه فيه تحفيز عالي جدا. الناس بتقعد تشجع بعض وتحفز بعض وتخلي شخصه متصق اكتر بالتمريم. اللي احنا حمولنا عليها من شوية. الناس تحس ان بتاعتهم بتضمارة. او تحقيق الاجتماعية بتاعتهم بتضمارة. فبيقولك لما بيبقى فيه موقف او او اما شخص كده يتعملوا للجروب. ونبدأ ندخل الناس مع بعض ويبدأوا يشتغلوا مع بعض. والواحد يحس انه هو مرحب وسط الجروب كده وفرحانين بيه. يقولك هو يعني لو جات فترة كده وبطل بيبقى فرحان ان هو يرجع تاني عشان يشوف نفس نفس الترحيب اللي حصله لما دخل الجروب ده. المجتمع اللي هو فيه. تخيل تبقى عايش في مجتمع شايف ان الشخص اللي بيروح الجيم ده شخص تافه مثلا. او شخص مش عارف ايه. فده بيحط لك معوق نوعا ما في حيال لما تروح لما تبقى عايش في قسط مجتمع تاني او تاني شايف ان الشخص اللي بيروح الجيم ده او تلاحظ واحد عام له ارادة واحد بيوصل. اه الحاجة كويسة واحد مش عارف ايه. لا دي حاجة مختلفة. كمان المجتمع من ناحية الشكل نفسه او البناء نفسه. تخيل انت عامل اه ملاعب كتير او او اللي هو المناطق اللي بيبقى فيها اه ماشي اه اماكن للمشاية يعني او عامل طرق للناس اللي تركب درجات والكلام ده. حاجة دي هتسعلك تحس ان انت عايش في مجتمع رياضي. عايش في بيقى رياضية. الشوارع كلها بتقولك لعب رياضة. تعال اركب عجلة هنا. تعال اتمشى هنا. تعال مش عارف اعمل ايه هنا. تعال لعب كرة في الملعب ده. هتحس ان البيئة اللي حواليك بيقى رياضية. كميونيتي تاني ما ما تفكر في رياضة معينة وعاوز تمارسها في مكان معين مش تلاقيه لك مكان اصلا. فطبعا هنا الكميونيتي بيختلف. طيب ده الشابتر رقم واحد. في حاجة صعبة شباب? في حاجة صعبة? ها? ادوني رقم واحد كده لو سمعيني? ولو في حاجة صعبة قولوا قبل ما نبدأ في الشابتر رقم اتنين. ها? في حاجة صعبة. الشابتر التاني ده مهم جدا. مهم جدا كطريقة تعاملك مع العميل. وانا هحاول قدر انكام ما لتزمش فيه في الكتاب. واقول لك حاجات من من عام ده. هم? في حاجة صعبة. تب دوني رقم واحد كده لو صحيح معايا. كل اللي صح يدينا رقم واحد. كل اللي صح يديني رقم واحد. نايمين? لو الشابتر بتاع علم النفس والحاجات دي كلها يخليكم تناموا? كنت اسجلته لكم. نعاوزكم تصحوا معايا عشان كزا حدي كان بيسألني عن طريقة التسويق او طريقة الشغل العملي. ازاي هنشتغل في الجيم وهكلم العميل في ايه? وهنصحه بايه? ها? وبعدين ده اخر محاضرة. دوني كده الشعور جيد مسلا دوني ان انت صحيين اعملوا لأي منظر اتشقلبوا كده اعملوا اي حاجة. الله? ده احنا بنفنش. اخر تشتغل مع العميل? احنا دلوقتي هنتكلم عن حاجة اسمها الاول البيهيفيرال كوتشنج. لص? دي حاجة ازا ما يقولوا ايه? البيهيفيرال كوتشنج. بالاخر كده انت هتتكلم دلوقتي عن السلوك. الطريقة اللي انت هتتعامل فيها مع العميل والطريقة اللي انت منتظر للعمل اللي يتعامل بها معاك الحاجات دي كلها. لص? بتلاقيوش ان شاء الله يبقى نعمل محاضرة تسعفات اولية زيادة كده على الكورس. بس ده يبقى حاول بقى اعملها مفتوحة لكل عشان قادر ان كان نستفيد لعل الله عز وجل يعني ايه? يجي عليها سبب كده ان الناس يبقى عندها المعلومة اللي هي ممكن تكون سبب في انقاذ حالي الحاجة. خلاص الشباب هتيجوا بقى تتعاملوا مع الشخص ده لازم يبقى فيه طريقة معانة للتعامل بينكم وبين بعض. ايه الطريقة دي? انا مستنى كمل العدد والله كابتنى. كمل العدد وندوس وهنعملوا الان ايه سيمة برده ان شاء الله. نفس نفس المنظمة. احنا عراها عراها. هنعمل سنو بقى هنقول الحاجة دي في الاخر. لاتكزبها في المحاضرة بتاعتنا. خلاص انت دلوقتي تتعامل مع العميل. طريقة تعاملك مع العميل تخيل يا مؤمن انه ممكن نظرة عينيك. شايفيني الرومانسية? نظرة عينيك ممكن تضيع منك العميل. ونظرة عينيك ممكن تخلي العميل ما يسبكش ابدا. تخيل. المهم. في حاجة اسمها الفيرست او الانطباع الاول. مش دايب ان يقولك كده الانطباع الاول هو اللي بيسبك. هو اللي بيلزق. هو اللي ما بيروحش. هو الانطباع الاول ده مهم جدا. مهم جدا بينك وبين العميل. وانك تفهم ثقافة العميل لما بتيجي تعمل الانطباع ده. يعني ايه? انت دلوقتي هتتكلم مع العميل. لازم يبقى ليك مهارات معينة في التحدث. مهارات معينة في الكلام. لان الفيرست امبرشن مهم جدا. الانطباع الاول مهم جدا. طب ده العميل بقدره على اساس ايه? العميل بيبص الايه? او بيوصله الانطباع ده على اساس ايه? اول حاجة انك تتواصل مع العميل النظريين. تخيل معي دلوقتي انا بشرح لكم المخاضرة وانا قاعد اشرح لكم اعمل كده. انا قاعد اشرح لكم بقول لكم الله شابه في حاجة اسمها انطباع اولي وفيه مش عارف ايه. واقعد بحكي لكم انا بكلمكم بس سمعيني في الموبايل. بكلمكم وانا مش بصصت فك. بتكلم العميل وانت عينك على البار وعينك على الضمبل وعملت اتمرن العميل عمالي كلمك وانت بصص للمراية وعملت بص نفسك وبتاع فبقول لك لازم تعمل تخيل انت بتكلم العميل بتكلمه وانت بص في الارض وعملت بص كده يمين وشمل وبص فوق ومش عارف ايه الاولانية لو انت بتلعب او انت بتبص في الموبايل كان عدم اهتمام التاني عدم ثقة في النفس. انت مش عارف تبص في عينه. لازم تبص في عينه. قلت لكم مش هلتزم بكلام الكتاب قوي. لان دي محاضرة انا كنت بقدمها لناس في الكلية ايام ما كنت طالب كنت بقدم المحاضرة بتاع طرق التواصل دي. فبيبقى فيه تفاصيل اكتر. اللي هو تعمل تواصل نظري او تواصل بصري ده مهم جدا. بس مش مية في المية. يعني مش تعمل تواصل بصري مية في المية. خال معي انت بتكلمني. انا طول كلامي معك بصص لك كده. اه. وهتعمل كزا وتعمل كزا وتخلي كزا وتسوي كزا وتخلي كزا. وبصص لك. ما برمش. وقعد بصص لك كده. بيتحول الموضوع من تواصل بصري. تواصل عدائي. الشخص بيبدأ يحس بحاجة مريبة. بيبدأ يقلق. فانت بتعمل ايه? تبدأ تتكلم معايا ومش عارف ايه في وسط الكلام تحاول تبقى دائنك عنده سانيتين ولا حاجة كأنك يعني ايه كأنك بتكلمه من ورقة معينة ببص فيها وبعدين ترجع تكلمه تاني. بيقول لك حاجة معينة بتبدأ تديله حاجة اسمها فيه او اللي هو تغزية رجعية. هو بيكلمك في حاجة معينة الحاجة دي انت بتفكر فيها فبتيجي بقى عامل كده مسلا بتبدأ تفكر وتجهز راسك وتبدأ تتكلم معاه اللي هو بتوري له تفاعل. فما تاخدش كلام الكتاب ان انت عامله كده. لأ. انت ليه الاولى. والحاجة التانية تعرف التواصل البصري ده اصلا في اكسبت ولا لا. يعني ايه? فيه ممكن تكون انت بتتعامل مع واحد اعلى منك مرتبتها. اعلى منك سواء قادرا في السن في اي ان كان. فالتواصل البصري بشكل كبير لدرجة مرحلة الاجريسيف اللي انا قلت لك من شوية قد يكون غير مقبول. حاجة التانية التواصل البصري في بعض البيئات يعني في بعض الدول ممكن يشوفوها نوع من انواع قلة الادب. فيقول لك ساعتها ممكن يبقى ايه? شيء غير مقبول. التواصل البصري ممكن يكون مسلا بين نوعين مختلفية سواء الذكرة او انسة او الكلام ده. لو طول بشكل ما ممكن يشوفوا بعض الناس غير مقبول. فبيقول لك انت هتعمل اي كونتكت. بس تبعك تبع العرف زي ما بنقول او تبع الحضارة اللي انت فيها. تاني حاجة. اما تيجي تكلم الشخص يا جماله. ويا سلام لو تكلمه باسمه. يعني انا بتيجي تكلمه كده في الاول بس الاول انت اسمك ايه? اسمي كزا. طب بص يا محمد. بص يا احمد. بص يا نادا. بص يا بسانت. بص يا هناء. بص يا كزا. لا الاسم بيفرق. اما بتيجي تكلمه كده وتقول له اسمه. ده بيفرق. ويا سلام مسلا لو جالك بعد فترة كده ولا حاجة لأكفك الاسمه. يا ده انت انت عظيم. ده انت ما فيش بعد كده. فالحتة دي الواحدة بتكسر حاجز كبير بينك وبينه. وبياخد انطباع كويس عنك. ان انت شخص شخص آآ يعني بتعرف تقرب من الناس. بتعرف تكسابهم. اللي بتسامع. سنة لو قطعة بتتكلم معهم انت عامل كده. اتخيل ان انا بتقديكم محاضرة مسلا من اولا الاخيرها وانا مكشر كده. عم في ايه عم مش يا عم. مش عايز منك المحاضرة. فانت بتتعامل مع عميل. اتخيل انت عاد طول العميل انت تتعامل مع انت مكشر بقى وفي حاجة مضايقاك وفي حاجة خمقاك وبتاع. مش عايزك يا عمي. انا ممكن مسلا من نفسيتي كانت تبقى سيئة نوعا ما. في كزا محاضرة من المحاضرات اللي انا بتديها. مش لازما نقل لك انا النفسية السيئة دي. وممكن يعني الفكرة كلها في ايه? الفكرة كلها انت تحاول قدر ان كان تبتسم. تذكروا كده دايما تبسومك في وجه اخيك صدقة. ياريت نعمل بها بقى. ياريت بقى نفضل نوزع الصدقات دي. نفضل دايما عاملين. حاجة تانية. احنا توصلنا بالعين. تعالى نتوصل باليد. اما جاء كلمك كده يا اهلان مش عارف فيه اسلم عليك. لو المجتمع او الحضارة اللي انت فيها بتسمح بكده. بعض الحضارات بعض المجتمعات شايفة ان انت تسلم بايدك على شخص دي قلة ادب. ما ينفعش تعملها. بيبقى التحية عندهم شكل تاني. وفي بعض الحالات مش ينفع تسلم فيها على يد. ينفعش قول ايه? انا تعلمت في الكورس ان انا لازم اسلم على العميل. فتيجي داخل حضرتك لوحدة. مش هترضى تمدي ايديها تسلم عليك لانها مش عايزة تلامس. تقول لها يسلم. ايه ايه بنت لها دي مش هتسلم علي يا سلمي. لأ. اقول لك لده لو مسموع. راجل رايح يسلم على الراجل. بنت رايح يسلم علي بنت. مش عارف ايه. بيبقى فيه مودة شوية. اخوة شوية. شوف احنا اقول لها فوق ايه? ان انت تقدم نفسك وتقول اسمك. وتعرف اسم العميل تسأله عن اسمه. شوف بعدها قالك ايه? يا سلام بقى لو تفتكر اسم العميل بعد ما قاله لك. تفضل فكره وتستخدمه. حاجة جميلة خالص. هقول يا باش هتستخدم لغة الجسد. لغة الجسد ده على فكرة مهمة جدا. ركزوا معايا كده. عندنا في طريقة الكلام عندنا جزء ونون فيربل. ده اللي هو كلامك. ده اللي هو ايه? كلامك. الحاجات اللي مصاحبة للكلام. طريقة حركة ايدك. طريقة عينك. وقفتك. التون بتاع صوتك. عمل ازاي? حاجات دي كلها اسمها لغة جسد. مهمة جدا. ادوني بقى رقم واحد. احكي لكم قصة بسيطة. احكي لكم قصة سريعة عشان اقول لكم تأثير الباضي ده ايه? ما انا مش هقول لك معلش استخدم لغة الجسد جيدة وخلاص. وخلصت على كده. لأ. ادوني بس رقم واحد. عشان ابين لكم الموضوع ده مهم ازاي? ها? ادوني رقم واحد. احكي لكم قصة بسيطة كده. في دولة ما كان فيه اتنين مرشحين قبل كده للرئاسة. في واحد منهم كانت معظم الدعاية بتاعته. معظم الدعاية بتاعته. كانت على الريديو. كانت طالع على النجال الصوتي. فعمل يكلم الناس وبرنامجه راهيب وحاجة جميلة خالص والناس كلها عارفة ان هو الاحسن. واحد تاني كان بيطلع تلفزيونك. وقبل ما بيطلع كان بيحط الميكب المحترم. اه يعني بيقول له شوية ميكب كده عشان الاضاءة بقى والتصوير ومش عارف ايه. واللبس الجميل. ويقف قصاد الناس. ولهم ايها الشعب وايها البتنجان وايها مش عارف ايه. ويعمل بييده كده ويعمل بييده بتاع. ويعمل بييده كده لما يجي يهدد. ويعمل بييده كده لما يجي يتكلم عن الانفتاح بقى ويجي يتكلم عن الحاجات الاجتماعية. وانما يجي يتكلم عن انه هيخلي الشعب بصف واحد يعمل لهم كده. الشخص اللي طالع يعمل كل الحركات دي بايده. تفوق على الشخص اللي كان معظم الدعاية بتاعته عن طريق الراديو ولما كان بيطلع على الناس كان بيطلع مثلا متبهدل نوعا ما. ايه اللي فرق? لغة الجسد. لغة الجسد دي في كل المجالات. مش انت بس ككوتش. لو اشتغلت في اي حاجة. في مجال تسويق. اي حاجة في الدنيا. لغة الجسد ديها رقم واحد. تأثيرها اكتر من تأثير الكلام بنسبة اه اي ممكن تسعين في المية. مكتوب في الامحاس حاجة او سبعين لا انا بقول لك يا تسعين في المية ولا عادي. مهمة جدا. فوق ما تتخيلها. تلاحظوا في معظم المباحثات اللي بتحصل ما بين الدول في لغة الجسد. الرئيس لما يسلم كده وكده غير ما يسلم كده بس. تلاحظوا بعض الرؤسة تحس ان هم عايزين يضربوا بعض بالقفل. فهمش ليه? تلاقي تنسلموا على بعض. فايه واحد عمل التاني على ايده كده? التاني ممكن لو كان ضير جسمه ومشي يجي راجع تاني مخصوص عشان يرد هذا. انتم احنا بنتفرج مش فاهمين ايه اللي بيحصل. ده بتبقى اسمها لغة جسد. بتأثر عليك انت فلاق الباطل. لما الرئيس امريكي مسلا يسلم ويعمل له واحد كده. ده معنى ان هو بيعطف عليه. انا دولت بتعطف عليك. فلما واحد تاني يعمل له كده. بيقول له لا والله انت مش تعطف عليها ولا حاجة. ده احنا متسويين. انا برضو بعمل لك حاجة. ده انا بيعطف عليك انت كمان. بيبقى فيه لغة جسد. انت بارضو ليك لغة جسد استاد العميل. تباين انت واصق من نفسك ولا لأ? تباين الكلام اللي انت بتقوله بتقوله عن علم ولا لسه لسه مقلفه دواقف دلوقت. لما العميل يسألك سؤال ويلاقيك بدأت تتوتر مسلا او مش عارف ايه وبدأت الجاوب كده وممكن تقول كلمة وبعدها بخمس دقيقة تقول كلمة عكسها. يهرف ان انت بتقول اي كلام. انت مش واصق من نفسك. لما وقفتك تتغير وتاخد وقت الوقفة الدفاعية غالبا اللي هو بتفضل مسك ايدك او بتفضل عامل كده. بيعرف ان انت غالبا مش واصق من نفسك. عكس ما بتبدأ تتكلم. توقف وقفة مستقيمة كده واصق من نفسك بصص فهينه. مبتسم. بتبدأ تشرح له. بتبدأ تستخدم ايدك. كل حاجة تعملها تبدأ تعبر عنها. عن طريق الجسد. ده يفرق. العامل ممكن ينباهر بيك. طيب. بيقول لك آآ. الحتة دي برضو يعني ناس كتير. اول ما شرحنا اول شابتر خالص. كنت عادة اقول لكم والله مقدمة عن المدرب الشخصي. اه واما شرحنا الشابتر بتاع الاسيسمنت. في كلمة قالتلي كتير اول. يا دكتور هو احنا هنعمل كل ده. معقولة. هنروح للعمير. نعمل له كل الاسيسمنتات دي. ده الجمهات ما بتعملش كده. بصوا بقول لكم ايه? الكلاينز ابريشيات. وين فتنس بروفيشنان شو دي هب انفست تايم بيرير توزا سيشان تو جيت تو نوزم. عارف لو العمل جيه. لقاك عارف اسمه. وعارف حالته الصحية. وعارف هو مريض ايه. عارف هو هواياته ايه. بياخد ادوية ولا لأ. آآ اتمرن قبل كده ازاي? لو لقاك عارف المعلومات دي كتير قوى عنه كده بيقول لك بيقدروا الموضوع ده جده. بيشوفوك غير اي مدرب شخصي اخر. انت مختلف عنه ده. فقول لك الفيتنس بروفيشنال يا ريت يبقى عندهم معينة كده. انت يعني قدر الامكان تلبس اللبس بتاعك. واحنا كنا قلنا الموضوع ده في اول شرادر. اللي هو لو انت مسلا رايح انتروفيو. ما تروح لش انتروفيو باللبس الرياضي. راح الانتروفيو باللبس الكلاسيك اللي هو اللي انت رايح تقدم بيها الوظيفة. اللي بس محترم كده رايح تقدم على وظيفة. واقف في الجيم تلبس اللبس الرياضي المحترم. فبيقول لك قدر الامكان تكون منظم كده في لبسك. نضيف في لبسك. لابس لبس ملائم للمكان اللي انت فيه. تدي وقت انك تعمل علاقة آآ ثقة بينك وبين العملاء. تعرف قدر الامكان انك تفهم العميل وتعرف هو حاسس بايه? تسمعه كويس. تتأكد قدر الامكان على بتاعت العميل. توصله كده ان انا هدف الاول والاخير معاك في التمرين ان التمرين يبقى امن وفعال. فده طبعا هيعرفه برضو من انك تقدره كويس في تقدره كويس وتقوله انت هتعمل معنا قيمات عاملة ازاي? ومجموعة الاسئلة اللي هتسألها له. كلام اللي انتقولك كله في تعمل كميونيتي كويس بانك تخلي يعني من الاخر كده الروتين او بتاع العميل. من الاخر كده بيبزي المجهود. تحسس العميل كده ان هو بص انت جاي البيئة كويسة. جاي البيئة فيها كوتش محترم من الاخر. طيب. بعد كده في حاجة اسمها العميل جاي لك الجيم حاطط في دماغه بيئة معينة هيتمرن فيه. او حاطط في معينة المكان اللي هو رايحه. توقعات معينة المكان اللي هو رايحه. رايح كده معظم العملاء بيبقى عندهم حاجة بنا لسه يلها الكم فور. بيئة بيئة مساحة ثالثة او المساحة الثالثة بالنسبة لي. الراجل ده مطحون في البيت. والراجل ده مطحون في الشغل. محتاج تالتة يقدر يجي فيها. بيئة تالتة. يقدر يجي فيها. يلاقي فيها تعاون يلاقي فيها. آآ مجال للصداقة. مجال للشغل. مجال لكوتش ما بيزهقش لما يشوفه ما بيزهقش لما يتكلم معه ويتعامل معاه. مكان نظيف. مكان منظم. الحاجات دي كلها. فده اسمه ثيرد سبيس. فبيقول لها غالبا او لهذا السبب اكتر الجيمات النجحة هي اللي بتخلق ثيرد سبيس انفيرومنت اللي عملة بتوعها. اللي بتخلق المجال الثالث ده والمساحة التالتة للعميل بتاعها. طيب ايه طب لما عميل ييجي بقى وعايز يلاقي ده قبل ما العميل يدخل للجيم هيبص على ايه عشان يقول او والله ده فعلا يؤهل ان هو يكون المكان الجميل اللي انا هتمره فيه او لأ. ويقول لك والله هيبص مسلا ان هو انا في حاجات جوة كتير اقدر اتمرن عليها. خلوة داخل كده ملقاش العجلة ولا لقى ولا لقى مش عارف ايه ولا لقى شوية لقى شوية برات لقى كزا وملاقاش الباقي. ده بالنسبة له لأ مفيش كتير ان انا اقدر اتمرن فيها. طب انا المكان اللي انا دخلته ده لما دخلت مسلا انجي يسأل مسلا عن المكان. معظم العملة يعملوا كده بيجي يشوفوا المكان ويسألوا فيه الاول. انجي يسأل لا الانفيرومنت مش كفاية. مش بتدعمه كفاية. حاسس ان المكان هنا مش هيبقى فيه دعم كويس او الناس مش لطيفة معنا. خلاص مش هيجي مش هو ده اللي هو محتاج يعني يقعد فيه. المجال اللي هو رايحه احنا عارفين ان فيه جمات مسلا الجمات دي بتاعها او المجتمع بتاعها غير المجتمع مسلا بتاع الجمات اللي هو كان متعاود يروحها او المجتمع اللي خطه في الماغه. يعني زي ما بنقول كده مجتمع مصر غير مجتمع ايجبت. عارفين لو مركزين معها بس الدون رقم واحد. في واحد عايز مجتمع ايجبت. وفي واحد عايز مجتمع مصر. فالمجتمع ده غير مجتمع ده. فبيقول لك هو دخل مسلا للك لا ده المجتمع ده مش بتاعه. انا عايز اعمل مجتمع اللي نعرف اروح فيه. فيقول لك لا لو دخل لها مش مناسبة معاه. ثقافة الكلاب ده مش مناسبة معاه هيسيبه ويمشي. آآ سعر العضوية اللي جوه اسعارهم برضو عاملة ازاي هتناسبه ولا لأ. المكان بتاع الجيم هينسبه ولا لأ. المكان نفسه نظيف ومنظم ولا لأ. حاجات دي كلها برضو بتفرق معاه ان هي بتدخله الجيم ويبدأ يتمرن فيه او ما تدخلوش ويبدأ يبعد عنه قدر الامكان. مركزين معايا يا شباب لو مركزين ندعونا رقم واحد. حتى الان في حاجة صعبة. ها. حتى الان في حاجة في حاجة صعبة في حاجة مش واضحة. كله كلام راغي وكل حاجة بس مهم والله. مهم وبيفيدكم. هتلاقي بعد كده في حاجات كده كان في شغلك ممكن تكون بتبوز. انت مش عارف او الغلط فيه. ها. لو مركزين معايا بس ادونا رقم واحد. مركزة كابتن حسام. الناس الباقية لسه بردانين ولا شوفوا احنا ما دقيناها بلبس صيفي بننهي الكورس بلبس شدري. سبحان الله. طيب. احنا دلوقتي هنتكلم في حاجة اسمها البيهيبيور. شينج تكنيكس. يعني ايه? انت عمل تقول لي لازم نغير او لازم نزبط البيهيبيور بتاعنا. لازم نزبط طريق تفكير الشخص. لازم نزبط البيهيبيور بتاعه او السلوك بتاعه. ازاي? قل لك يا عامل مسلا. حسن من حسن من الثقة او من الفعالية بتاعت الشخص. ازاي? يدي له تاسك معينة يعملها. الشخص ده انت شايفه قاعد كسول. ما بيعملش حاجة. بدأ يملي من التمرين. بدأ مش عارف ايه. لا تعال احنا عندنا تاسك بقى لازم نعملها. عندنا يا الله مهمة معينة لازم نخلصها. والمهمة الكبيرة اللي احنا لازم نعملها دي هنقسمها لجولز اقل زي ما كنا تكلمنا قبل كده. وكل جول من دول هنعتبره هو الستون او هو حجر الحجر للحاجة اللي بعده. فبقول لك اول حاجة عشان بتحسن كده من فعالية الشخص ويبدأ يتمره انه بتاع. ادي له تاسكات. هيبدأ كده انت بتبدأ تعمل حاجة اسمها تغير بتاعه. ده تكنيك في ان تتغير السلوك بتاعه او طريقة التصرف بتاعه. ابدأ والله ادي له او تعليمات معينة. انت عايز يتصرف ازاي? او يعمل ايه? الكلام ده ممكن يكون بشكل شخص بينك وبينه طريقة مكتوبة عن طريق فيديو ايا كان. خدوا باركم الحاجات دي مش بس العميل. يعني ده معظمه مع العمل اه? وانت لو بقيت فوق ممكن تعملها مع الكوتشات بتوعك برضو. حاول قدر الامكان ان انت تديله زي ما قلنا فيه باك. بقول لك خد بالك انت كل ما تشجع العميل في التحديات بتاعته. انت بتوصلك انك بتقول انت هتبقى مصدر. يعني انت افضل يعمل كده لحد ما توصل انك تبقى مصدر كده او سيد في الحركة اللي انت بتعملها. تبقى واحد ما فيش منك بعد كده. يعني من الاخر كده حاول قدر الامكان انك تتواصل معه بايجابية. تقول له حلو في ايه? يقدر يغير ايه? يقدر يتغير للاحسن. لازم قدر الامكان يبقى التواصل معاه. تواصل ايجابي. اه الحاجات التانية من من ده معناه ده انا هحصل الحاجات اللي انا قلتها دي كلها هحصل منها على ايه? ان الشخص هيتحسن اه الفعالية بتاعته او هيتحسن كده من نفسه هيحس ان هو شخص مؤثر اكتر. في نفس الوقت انا عايز برضو الشخص ده يبقى التوقعات بتاعته والسلوك بتاعته احسن. طريق تفكيره احسن. اخليه يعمل ايه? ادي له معلومات. ادي له معلومات زي ما قلنا من شوية ايه? الفوائل بتاعت التمرين. المساوق بتاعت انك ممكن تقعد ما تتمرنش. ادي له معلومات دي ومعلومات دي. ادي له قدر ايه قدوا بلكم ان الناس قدر الامكان ممكن تبقى حسة بندم على انها ضيعت فترة معينة. انا بقى ممكن ازود عم تقوم بحطة الندم ده لو بطل التمرين. هتقول له اللي فات عادي خلاص يا عم ما فيش اي مشكلة. يعني هازل بس تتخيل حياتك مع التمرين هتبقى عاملة ازاي? اه هتتخيل حياته كده مع التمرين بدأ يحس بحاجة جميلة خالص. ابدأ ادخله احساس الندم لو ساب التمرين هيحصل ايه? اقول له خد بالك بقى. تخيل بقى حياتك من غير التمرين. لو انت كملت كده من غير التمرين. هتبقى عاملة ازاي? فيبدأ الشخص يدخل في كده او مقارنة. اه انا لو باتمرنا هيحصل كزا ما مش باتمرنا هيحصل كزا. بدأت كده ازود توقعاته اغير من طريق التصرفه. يبدأ يدخل فيه التمرين. اعمل حاجة اسمها لأ تعالى بقى. شفتوا الانترفيو اللي انتو بتعملوه كده اما اللي بتعمل معاكم من الـ بيبدأ يسألك شوية اسئلة. ممكن بعضها تبقى اسئلة يعني يقودك مسلا لشيء معين عشان تقول حاجة معينة وبعضها اسئلة كده يخليك تتكلم براحتك. فبيقول لك قدر الامكان اعمل مع الشخص وافضل اسأله اسئلة كتير. اه اسئلة تقدر تقوده بيها الحاجة معينة تخليه يتحفز او يدخل او يصلح عنده تناقض شعوري معينة. من الاخر كده تعمل حاجة اسمها انترفيو بتعمله مع العميل عشان تطلع من جواه تحفيز عشان يبدأ يشتغل فيه التمرين. تبدأ تحسن من الجزء السوشيال بتاعه قدر الامكان. يعني ايه? ابدأ اعمل له السوشيال سابورت. اه اقول له والله بص حاول قدر الامكان اه تخلي العيلة بتاعتك تحفزك. اه تحط خطة يعني للتحفيز بتاع السوشيال ده تخلي صحابك يحفزوه. تقول له ايه زي مثلا واحد يقول لي صاحب يقول لي بص لو لقيتني بوقف عن التمرين ولا بتاعش الديني معاك ما تقفنيش ما تعملنيش. يقول لي عيلة والله انا لو لو قفتوا لو لقتوني بوقف عن التمرين او كده فكروني دايما حفزوني انا بحتاج التحفيز بحتاج الكلام خلاص. فهو كده بيحط خطة ازاي يخلي فيه دعم مجتمعي لي. اه وقدر الامكان انت بتحاول بتعمل له حاجة زي ما تقول له كده ايه صلابة نفسية. اللي هو لو حصل ان في مقاومة جايلك من دحية المجتمع يبقى عندك مهارات ما عشان تواجه الضغط المجتمعي اللي عليك ده. بعد كده بتحاول برضو برضو قادر الامكان تديله شوية او طرق يحاول من خلالها ينظم نفسه. يعني ايه? يحاول يحط خطة لنفسه. يعني يحط خطة كده ازاي يتمرن ازاي مش عارف ايه حاطب جدوى لنفسه. اه ده حاجة بتساعده خالص انه هو يلتزم بالتمريد. انه هو يدخل في التمريد. قادر الامكان تقول له ازاي ممكن يواكب اي حاجة تدخل تعطل الخطة دي. يعني لو جالك بريل معين او حاجة معينة تعوق خطتك. لا خلاص تعالى نتغلب على الموضوع ده. يعني نتغلب عليه ازاي? والله انا دلوقتي احطت خطة معينة ان انا دايما بتمرن قبل الشغل. لا انا الموضوع دلوقتي بقى في معوق في المعادة. مش معناه ان انا وقف في التمريد. ماستقدر اغير معاد التمريد. اقدر احط اقل الوقت التمريد. بس ما بطلش التمريد. قادر الامكان اخلي التمريد ده بالنسبة لي اولوية. فبقول له ازاي يعمل شوية ردود فعل. تتواكب مع اي معوق ممكن يجي له. يتغلب عليه ازاي? اروح بعد كده اعمل. اما اجي احط هدف. انا مش بحط هدف كده سابهلالة وخلاص زي ما قلت زي ما قلت من شوية. في حاجة كلمة سمارت بالانجليزي معناها زكي. يعني انا بحط هدف زكي. بس هو يجيب لك كلمة سمارت جول دي او الهدف الزكي كل حرف منها له معنى. بقول لك سمارت يعني الاس يبقى الهدف مخصص. هنشرح دلوقت امثال على السمارت جول ده نفصصه. السمارت جول الهدف سبيسيفيك مجرابل اقدر اقيسه ممكن احققه رياليستيك واقعي طايملي له علاقة بالوقت بتاعه. فالحاجات دي كلها بيبقى اسمها سمارت جول. هدف اقدر احققه بمعنى صح. وده بيبقى هدف على المدى زي ما قلنا المدى البعيد خالص والمدى القريب. اهم حتة. اهم حتة وحاجة مهمة خالص. يعني ايه سلف مونيتورينج? الشخص بيبدأ يتابع نفسه. يعني ايه? انا عامله مثلا جدوى معينة. هو عامل لنفسه جدوى معين جدا. وهو حاطط انه هو بيخلي التمرين بتاعه قبل الشغل زي مهمة. وفي اوقات تانية كان بيخلي التمرين بتاعه بعد الشغل. وفي اوقات التمرين بتاعه وسط الشغل. كمثال. هو متابع نفسه. متابع ان هو دايما لما يحط التمرين بعد الشغل بيفوتو كتير. وما بيتمرنش. ممكن يكسل ممكن يبقى الموضوع شديد عليه. وملاحز ان هو لما يحط التمرين قبل الشغل بيلتزم اكتر. او بيجيب نتائج احسن. وما فيش حاجة بتخليه كسل. فبيقول لك معنى كده ان او متابعة نفسه بتقوله ايه? تقوله ان انت ممكن تعمل ممكن تغير في بتاعك في السلوك بتاعك. وتخلي التمرين بتاعك مسلا قبل الايه? قبل الشغل. فدي حاجات كلها اسمها الشخص بيبدأ يتابع نفسه. عندنا بعد كده حاجة تقدر تقول كده اللي هو آآ ايه اللي ممكن يحصل او ان الشخص يقرر خلاص انا هشترك يا جماعة في التمرين. واحد دلوقتي قرر ان هو هيشترك في التمرين. في شوية كده ممكن هي اللي تحفز الشخص ان هو يشترك وممكن لا. انت بقى تحول قدر الامكان انك تعرف دي ايه وتشتغل عليها. خلاص? دي حاجات اسمها اللي هو اللي هو حضرتك. بيبدأ يشتغل على او العوامل اللي ممكن تساعد الشخص ان هو يفهم ويتحفز ان هو يشترك في التمرين. تفهمها. لما تبدأ تشتغل عليها ده حاجة اسمها ان انت بتبدأ تحدد كده الحاجات اللي ممكن تتحكم في سلوك الشخص اللي بصادق بها. الشخص غالبا بيبقى عنده نية او كده ان هو يتمرر مساء. ممكن يبقى عنده نية التغيير. نية بس ان هو يتغير. ومحتاج بعد كده شوية محفزات او شوية حاجات تبدأ تزقه. عشان خاطر يروح يا ايه? يتمرن. من دمنها ان هو الشخصة مسلا ممكن يخطط. ممكن يحط استراتيجية معينة والاستراتيجية دي ان هو هيبدأ ينزل ويتمرن. وهيبقى له بعد كده نتيجة من التمرين بتاعه. كل دي حاجات الشخصة خططة في ايه? ادماغه. من الحاسة العميلة بتقول لها ما عندنا اكتر من اربعين عامل نفسي ممكن يؤثر على الشخص. منهم تلاتاشر عامل اللي هو علاقة بالايه? بالمجتمع بتاعه. عوامل كتير ممكن تأثر على الشخص. من ضمنها حاجات قلناها فوق اللي هو الاسترس والتوقعات اللي ممكن تيجيله من ورا التمرين نيته اصلا ان هو ناوي يتمرن الاتتيوت بتاعه ناحية التمرين ايه? حاجات لها علاقة بالتفكير حاجات لها علاقة بالمشاعر حاجات كتير اولي. حاجات دي كلها بتورينا الشخص ده ممكن يلتزم ويروح يتمرن او لون ايه اصلا ان هو يتمرن ولا لأ? المهمة في نقطة كمان عاوزين نقولها عن الريزيستانس ترينينج. ركزوا معايا فيها كده واخدوها مني. هي حتى موجودة في الكتاب. بس اللي انا عايز افاهمه لكو فيه كام واحد انتوا لاحظتم ان هو لما يروح يتمرن بيبقى عنده مشكلة ان هو يتمرن عشان خايف يكون ما بيعملش الحركات الصحة. او شايف ان جسمه ممكن ما يسمحلوش ان هو يدخل يشيل الاوزان ويلعب تمارين المقاومة اللي انتو بتبقوا شايفينها دي. فبيقول لك مرتبط قوي بكون ان الشخص هيبدأ يعمل بارتسيبيشن هو يبدأ يشترك في التمرين ولا لأ. لان الشخص بيبدأ يجيل كده هقدر يلعب الحركات بشكل صح ولا لأ. جسم يجاهز ان هو يشيل الاوزان ولا لأ الحاجات دي كلها. فبيقول لك لازم تحط ده كمان عندك انت في الحسبان ان بالذات بيعتبر عامل كده لوحده بيشغل تفكير الشخص لما يجي داخل يتمرن. طيب عندنا بقى كده اسمه التغيير. اسمه نموذج التغيير. الشخص لما يجي يتغير بيعدي مراحل ايه? الموديل اللي هو بيعدي عليه. ادوني بس رقم واحد كده. وكل واحد يحط في نفسه يعرف هو في انهي في انهي مرحلة فيه. ادوني رقم واحد وبيانوني انتم مركزين. عشان كونك هتقدر تشخص العميل في انهي مرحلة منهم وبيحصل له ولا دي مهمة. عشان تعرف العميل بيطلع من بره ايدك ولا مكمل معاك. الموديل ده بيقول لك ايه? في حاجة في الاول في حاجة كده اسمها تقدروا تقوله كده ان هو الشخص بيخطط. الشخص بيفكر. هيعمل حاجة معينة. لما نروح لمرحلة معناها الشخص لسه ما بيفكرش اصلا ان هو يتمرن. ما عندوش تفكير عن حاجة اسمها تمرين. لو جيت مثلا انكلمت وقلت له ايه? هو انت ان شاء الله ناوت اتمرن في الجيم خلال الشهرين تلاتة اربعة خمسة ستة اللي جايين. خلال الست شهور اللي جايين دول. ناوت اتمرن. يقول لك التمرين ده مش في اصلا. ان انا نزل اتمرن الكلام ده يا عمي ده مش في دماغي. فالواحد ده في مرحلة 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 ما قبل التفكير اصلا. طيب. بعد كده بيدخل حاجة اسمها اللي هو يبدأ يفكر. الشخص ده ما بيتمرنش دلوقت. لكنه بيقول والله انا بخطط ان انا اتمرن. انا عاوز اتمرن. عاوز ادخل اتمرن خلال التلات اربعة خمس ستة شهر اللي جايين. بعد كده الواحد ده بدأ يدخل في بدأ يجهز فعلا للتمرين. يقول لك الشخص بدأ يعمل عشان يبدأ يتمرن قريب. وبدأ ياخد خطوات لده. لدرجة ان هو ممكن يتمرن من وقت للاخر. يعني ممكن ينزل يتمرن كده اسمها ولا حاجة بعدين يبطل. يتمرن يوم ولا اتنين بعدين يبطل. يقول لك انا نفسي ادخل هاتمرن. طب بعد كده الواحد ده ااخد اكشن فعلا ان هو بيتمرن. لا حط جدول وبدأ يتمرن. وبيتمرن في فترة بقالها اقل من ستة شهور. يعني هو بقاله شهر والله شهرين ولا تلاتة عمال يتمرنه. الشخص ده لو كسر حاجز ان هو بيتمرن بقاله ستة شهور او اكتر دخلت حاجة اسمها المنتيننس ستيج او مرحلة السبات. الشخص ده فعلا سبت على التمرين وبقى سبت على هدف. فدي مراحل. انا مسلا بقالي سنين في دي. انا بقالي سنين بجهز ان انا ان شاء الله. ان شاء الله هنزل اتمرن خلال ان شاء الله السبت الجاي ده هنزل اتمرن. وكل فترة كده روح اتمرن شوية وبطل. فانا في دي بقالي سنين. محتاج حد بشكل ما يطبق علي الشبطرين دول ويبدأ يخليني اعمل للمرحلة اللي بعد كده وادخل في وبعد ما ادخل في يحافظ علي عشان يدخلني في ويخلي خلاص التمرين ده بقى جزء من حياتي مقدرش اه ابعد عنها. هنا طبعا دي شرح زي ما احنا تكلمنا فيها فوق. بيقول لك ايه? طب انت طبعا دلوقتي في عميل بيتمرن معك. والعميل ده وليكن. يلا جاوبوني انتم كده عايز اعرف انتم بتعملوا ايه? العميل ده معينة. احنا عندنا مسلا في اليوم الفلاني العميل دي. انت المفروض انت ككوتش مفروض تعمل ايه? فكر كده بديهية المفروض تعمل ايه? قلولي انتو لو انت دلوقتي كباتي. وشخص ما مشترك معاك وكان سلسشا انت ممكن تعمل ايه? الدون حلول كده. فيه نوعين من التصرفات المفروض يحصلوا? حد يقول لي واحد فيهم. عشان اعرف كده انتم بتتصرفوا مسلا صح او كنتوا هتتصرفوا صح ولا لأ? ايه رأيكم? وفيه منهم واحد يعتبر انا قلته قبل كده? في المحاضرات الاولى. خالص يمكن اول محاضرة والتاني محاضرة عندنا في الكورس. خالوا بقى اما شوفوا الافترة لما انا بقى في اخر محاضرة وبسألكم عن معلومة مستخبية اتقلت بسرعة في المحاضرة الاولى. افترة. ها? يلا انتو دلوقتي بتمرانو شخص ما عندكم معان سيشان هو قال لك والله كنتش انا عايز اكانسل السيشان دي مش جاي. لسبب ما ايه? تعملوا ايه? شوفوا اسأل عليه وشوفوا غبلي اهتم والاهتمام ما بيتطلبش كلنا عارفين ده. والاهتمام ما بيتطلبش. اه المعلومة دي اللي احنا قلناها قبل كده. خلال اربعة عشرين ساعة لازم تكون رفعت سمعت التليفون واتصلت على العميل او العميلة اللي معاكي. وقلت لها انت ما جيتش ليه النهاردة? لازم تحتمين. ايه تاني? ايه الحلول بقى اللي ممكن تعمليها? عرفت السبب مسلا او اي امكان. ايه الحلول اللي ممكن تعمليها? تمام بس عارفة المشكلة في ايه هنا? هو متحفز مسلا للتمريد. فان انا هرفع سمعت تليفون عشان هو غاب السيشان معينة مسلا بسبب موقع اخر عن شغل. ما تنساش التمرير مهم. التمرير بيخليك تخسر دهون. التمرير. ده ممكن وانا بسوق في الاول وخليها التصق بالبرنامج التدريج. هو اول حاجة خلص انا لازم معرف سبب الغياب ايه? زي ما كابتن هنا قالت. وغالبا لو وانا عامل كل الحاجات اللي انت وطيها ديه كابتن مايه. اللي احنا قلناها في اول اصلا المحاضرة. فبيقول لك تعمل حاجة من اتنين. اول حاجة اسأل العميل لو المعاد مش مناسب. نعمل يعني بيقول لك ايه? هو معلش انت الاستيشن دي فيها مشكلة? اه. طب ايه رأيك? ان احنا نعمل يعني ندي نفس بس في وقت تاني. ان ناخدها بكرة مسلا ولا بعد ولا اين كان. فده بنعمل حاجة اسمها الاستيشن. اعادة جدولة الاستيشن بالعادة. طيب. لو الشخص ده مش ناوي يعني يقول لك لا اقول لنا ايه? الفترة دي مش قادر اه اتمرن. او انا عندي هتقطع مسلا التاني ده الاستيشن مش نافع معي. فايه رأيك? لو احنا عملنا خطة نكمل بيها التمرين بتاعنا في الفترة تانية. الفكرة كلها ان انت بتعمل ايدي الوقت مع العميل. انت مش عاوز يروح من ايدك. وفي نفس الوقت مش عاوز همته بتخف. وهو عاوز يحس على حرصك انه هو يتمرن. فحتى لو مش هنعرف نعمل وان ان انت عاوز تنقطع فترة ما لسبب ما? انا مش عاوز اسيبها. انا عاوز احط خطة. طب هنكمل تمرين ازاي? هنكمل بتاعنا بعد كده ازاي? خلاص? فلازم ايه? لازم اه ده نتفق علي من البداية وكل حاجة. بس انا مقول لك دلوقتي حصل تعملي ايه? قلنا معلومة قبل كده من المحاضرات اللي فاتت عشان نجمع مع بعض. نرفع سماعة التليفون في اقل من اربعة واشرين ساعة. يعني في اليوم ده او اليوم اللي بعده على طول او في نهاية الشغل بتاعي او ايا كان. اتطمن عليه. ولو حصل ان هو بدأ يقطع او الكلام ده او كده نبقى احنا حطين ان احنا نعمل نغير نغير معاه في المعات تاني او ان احنا نعمل نحنا نعمل للاك بصوا بقى بقول لك انت لو عايز تحط الشخص بتاعك على جزء من اجزاء الموديل هو في مرحلة التفكير ولا التجهيز ولا ايه بزبط? قل لك اسأله مسلا سؤال زي هل انت كنت بتتمرن بشكل مستمر للمدة اكتر من ستة شهور? لو قال لك اه يبقى هو في اللي هو مرحلة السببات بتاعت التامرين بقى وبتمرد وزي يقوله. طب ها فيو لو قال لك لأ هتروح للسؤال اللي بعد كده وتقول له انت كنت بتتمرن مسلا لأقل من ستة شهور لسه بدأ تمرين? اه يبقى طب يقول لك هل انت بتخطط لسه انك تبدأ تمرين في خلال الستة شهور اللي جايين? اه يبقى ده في مرحلة التجهيز. هل انت بتفكر انك عاوز تزود من التمرين بتاعك هو واحد ده في مرحلة التفكير لسه وعالو ده يبدأ يدخل ويتمرد ان بتاقي بدا في مرحلة التجهيز او التفكير. مرحلة التفكير. طب لو هو اولا حاجة من دول. كل الاسئلة دي لأ 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 وما بيفكرش في التمرين اصلا ويعمل تمين يا عمد انا معرفكش انا مش شايفك. ده واحد ما بيفكرش اصلا في التمرين. كلام اللي فيه ده كوم. وده كوم تاني. وانا بصراحة اصلا مش عاوز اشرحه من الكتاب. انا عاوز اقول لكم من عندي. بس اه يعني ايه? وبعدها ممكن انتم بقول بصوا في الكتاب عادي. حاجة اسمها انا زي ما قلت لكم المحاضرة دي انا كنت بشرحها في سيشان كاملة كده. اه قبل اصلا ما ادخل في مجالات التدريب واعرف اصلا ان في حاجة اسمها شايفة مدارب شخصي. قبل ما اعرف حاجات دي كل اما كنت طالب في كل ايه? بتبديها سيشان زي كده لزميلي. الناس اكبر مني وناس ادي. تبع واحدة كده تنمية مهارات. ايه ازاي ما قلت من شوية? مهارات التواصل الفعالي. انتي ممكن تقولي كلام غيرك يقوله بطريقة تانية. انتي تترفضي غيرك يتقبل. معين ونفس الكلام ونفس المعنى. اديكم مثال. لو عاوزين مثال ادوني رقم واحد. ااوزين اكمل وخلص اعمل محاضرة بقى واخلص. ادوني رقم اتنين. اخلص ودوني رقم اتنين ولا اقولي المثال? بصوا كده ركزوا معايا. هقول لكم قصة جميلة. يعني استمتاعوا. قصة خارج الكتاب خاص. حاكم من الحكام? حلم حلم. الحلم ده كان ان كل اسنانه بتقع. كل اسنانه بتقع. الراجل قام منزعج? يعني ايه كل اسنان بتقع دي? لا. انا عايز حد يفسر للحلم. يا وزير هاتلي واحد يفسر للحلم. يجي له الاول. ايه يا مولاي? انت شفت ايه? والله انا حلمت ان كل اسنانه بتقع في حجري. اه يا مولاي الحلم ده معناه ان كل اهلك هيموتوا قدام عينك. الراجل فصر له الحلم. الراجل كده غلط في حاجة. ايه رأيكم? الراجل كده غلط في حاجة في الكلام اللي انت قلته ده. عبر عن حزنه وقال له اه يا مولاي. الراجل ده معناه ان كل اهلك هيموتوا قصاد عينك. الراجل كده غلط في حاجة لما فصر له الحلم. يخب عليه? يجدب. ما غلطش. خدوه وسجنوه. يفاول على اهلي. جيت تاني. اه يا مولاي ده معناه ان انت اهلك كلهم هيموتوا قصاد عينك. هتشوف موتهم ده عينك. خدوه جنب صاحبه. جيت تالت. بصوا بقى التالت ده عامل ازاي? انا حلمت بكزا كزا كزا. قال له يا مباركن يا مولاي. ده حلم حلو جدا. قال له حلو ازاي ده? قال له ده معناه انك ستكون اطول اهلك عمره. فيه معنى مختلف عن اللي هو قاله? انت هتبأ اطول واحد عمر في اهلك. ده متخيل اكتر واحد هتعيش في اهلك. ما هو نفس المعنى ما هو حتى اطول واحد هتعيش في اهلك. معنى انك هتشوف اهلك كلهم ميتين وصد عينك. هو نفس معنى. نفس الكلام. ايه اللي اختلف? ايه اللي اختلف? اختيار الكلمات وطريقة التعبير. اتنين اتسجنوا واحد اتكافئ وبقى قاعد للنهار مع الملك في القصر بتاعه. هما الاتنين واحدة. قصة بس اللي لا يبرع عشان اعلمك اختيار الكلمات عاملة ازاي? وطريقة التعبير بتاعتك هتبقى عاملة ازاي? دي اسمها طرق التواصل. فأما تيجي تتكلم مع واحد اما تيجي تتكلم مع الشخص اللي اصدق قدر الامكان يبقى عندك طريق التواصل كويسة تختار كلمات كويسة تقدر من خلالها العميل ما يحسش بان فيه كلمات هجومية نوعا ما. فيه كلمات بتقلل منه نوعا ما. لا مش عايزين كده. عايزين كل كلمات طراعي مشاعر العميل. طراعي العرف بتاعنا. طراعي طريقة او المكان اللي انت موجود فيه. هنا هو بيقولك ايه? المفروض قدر الامكان ان هي طراعي المكان اللي اتنا موجود فيه تعمل بيه امنة. العميل وهو بيسمع تبدأ العميل تقدر تسمعه قدر الامكان. حاول قدر الامكان تشيل كل زي ما انا عملت معكم من شوية. لو تلك تخيل ان انا بدل محاضرة وانا عمال العب في الموبايل. او واحد اعمال يكلمني وانا بلعب في الموبايل انا. لا فيه كده. تحاول قدر الامكان تبعد حتى عن العميل نفسه. يعني تبعد الموبايلات عن عينك كده وتركز بس فوكس على العميل. تحاول قدر الامكان انك تسأل اسئلة عشان تبين للعميل قواء. ان انت بتفهمها او بتحاول تفهمها. حتى لو انت فهم. بحيطة انا بعملها كتير قوي. والنسبة تفهمها. يعني انا انا اكون قاعد مع مريض. بعملها معه انا بكشف. يكون بيتكلم يا دكتور انا ساعد ببقى حسز بكزا وكزا وكزا. اقول له يعني انت اصدق ان انت بتحس كزا. واقولها له بس بطريقة تانية. بحس اللي هو ايه بحس ان هو بيتكلم اكتر. يفتح قلبه يتكلم اكتر ويحكي لي اكتر عن اعراضه. ليه? بدأت اسأله سؤال انا اصلا فاهم الكلام ده من كلامه. بس كون ان انا بسأله عليه هو بيحس ان انا مركز معه وبحاول افهم اكتر. فيديني معلمات اكتر. فيفتح قلبه اكتر. او اللي هو المفاتيح بتاعة لغة الجسد. زي ما انا شرحت لكم برضو من شوية. قدر الامكان تحرك جسمك. تتكلم انت بتحرك جسمك وبتحبر عن طريقة جسمك ووقفتك. كل حاجة بتأثر على العميد. اه يعني تحسسه باحساس اللي هو انت مهتم قوي كده ومشفق عليه. اللي هو احساس شعور كويس كده ناحيته. تعمل حاجة اسمها بناء الثقة. بناء العلاقة القائمة على الثقة. قدر الامكان. تعرفه قدارك. يعني متحركش من حاجة. احنا هدفنا نوصل الهدف بتاعنا مسلا عايزين نوصله بشكل كويس. اه اي حاجة انت شايفها تبعوا معوقات للتمرين قلها لي اه انا القدش بتاعك انا مش عارف ايه. حسسه كده ان انت المجال او المساحة الامنة بتاعك اللي يقدر يحكيه لك. يقول لك هو عاوز يوصل لايه. ما تحسسوش دايما اللي هو بالتنشانة بينك وبين التعامل بتاعك. ولازم بفيه تعامل في بناء ثقة بينك وبينه. طريقة استماعك ليه بتفرق? يعني احاول مسلا هو وهو بيتكلم معاك زي ما اقولت لك من شوية تحاول تعمل البستجس او افضل تخمين هو بيحاول يقول ايه? يعني هو بيحاول يتكلم كده يقول لك حاجة معينة. قل له هو انت اصدق كزا هو انت بتحاول توصل لي مسلا انك تعمل كزا. ده اسمه ان ان انت بتحاول تعمل احسن تخمين وترجع له نفس المعلومات اللي هو الهالك بطريقة تانية. فتأكد له انك سمعه. وتأكد له انك فاهمه كويس قوي. وبرضو تعمل حاجة اسمها الاكتف ليسنينج او اللي هو آآ اللي هو الاستماع التفاعلي. يعني هو بيكلمك ما تفضلش بصص له كده. ايه? هو بيكلمك على فكرة. اه. ليه فجأة عمل لك ايه? يا كوتش? تسمعيني? انت معايا? فلا هو بيكلمك كله اه. تمام. تمام. تحرك راسك مش عارف ايه. تبدأ تشتغل بايدك. اي حاجة تحسسه ان انا مهتم بكلامك وفاهمه. بل انا متعمق في كلامك كمان. طيب. لما الشخص ده يكون بيكلمك ممكن وسط الكلام كده تحاول تعمل شوية حاجة تحسسه. تسأله بعض الاسئلة. والسلام لو اسئلة مفتوحة تخلي الشخص يتكلم فيها براحة. ايه الفرق من الاسئلة المفتوحة ومقفولة? وانت بتكلم عميل? هتسأله اسئلة مقفولة زي ايه? هو انت اسمك ايه? هقول لك اسمي محمد. اه هو انت مسلا اه انت جاء عشان تخس. الاجابة هنا اه او لا. ده سؤال مقفول. اه او لا. لكن في سؤال تاني مفتوح. العامل بيحبه اولي. اه انت متوقع ايه? بس انت متوقع ايه مسلا من التمرين? اه انت متوقع ان احنا هنشتغل ازاي? اه انت ايه اكتر حاجة مخوفك من التمرين? ايه اكتر حاجة حاسس ان هي هتبقى عائق وصادك لما تيجي تتمرن? هنا مش بقى او لا. هنا تبتقول تفضل اتكلم. افتح نفسك ليه? افتح نفسك كده واتكلم وطلع كل اللي جواك. فدي الطريقة اللي انت تسأل من خلالها ايه? اسئله. حاجة اسمها ايه? اه او اللي هو بمعنى صح اللي هو انت بتسمع الشخص. وزي ما تقول ايه? بتحاول تعكس عليه بعض الانطباعات او بتعكس عليه بعض الشعور اللي جالك من خلال كلام. بتأكد له والله ان انت فاهمه كويس اوي. وفاهمه بدقة. والكلام اللي انت فاهمه ده بتحول حتى تشرحه له من خلال استماعك ليه? تحاول تعمله او اللي هو تحاول تلخص له. الحاجات بقى اللي انت عرفتها من دي واعتبدأ تعكسها عليه. تحاول تدهله بشكل ملخص جميل كده. تعمل له الموضوع سيمبل. قول اه يعني احنا وصلنا مسلا من كلامنا ان احنا عايزين والله نعمل واحد واتنين وتتنى واربعة وخمسة. سملي بسيطة ولزيزة وجميلة بشكل سيمبل كده. تحاول قدر الامكان ان انت تدي للعميل جمل الجمل دي تحسسه بقوة. تحسسه بدعم. اه تحاول اللي هو جمل ايجابية بمعنى صح. تخيل بصوا بصوا الفرق من الجملتين. لما انت تقول لواحد مسلا. اه زي لما انت تقول لواحد والله ايه اه يعني انت اللي هو انت بتشتغل بجد او انت والله واحد يقول لك مسلا ايه? قل له انت حسس ان انت بتعمل حاجة كويسة. دي حاجة وغيرها بتقول له ايه? انا شايفك وحسس ان انت بتعمل حاجة كويسة. كلمة انا دي يريسي يقولك يعني بتحط كده يعني التنشن عليك انت. لو انت بتقول له مسلا انا شايفك ان انت بتعمل حاجة كويسة. فاللي هو مسلا ايه? مش انت انا عايز انا بقى انا انا عملت ايه? انت شايفني بقى انا بقى عملت ايه? حاول تقول له انت بقى حاجة احسن. مسلا تقول له ايه? انت على فكرة انت النهاردة اهتمت قوي بالتكنيك. اه كلمة يو دي او انت? الله دي حسستني بثقة في النفس رهيبة. فحاول قدر الامكان ايه? تبعد عن كلمة اي انا شايفك انا بعمل انا بخلي انا بسوي انا بتشقلب انا بتنطط. حاول تحط له كلمة يو انت. انت والله عملت التكنيك كويس قوي النهاردة. انت والله بتتقدم بشكل كويس جدنا في التمرين. انت والله بتخلي كزا 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 كزا. حاول تتحط بقى كلمة يو دي عشان الشخص يبدأ يحس كده او ايه? او ثقة بالنفس. ركزوا معي احنا خلاص قربنا نخطص. قربنا نخطص. الدنيا بس رقم واحد عشان هسألكم سوايا. هايز عرف مننا عاية. هسألكم سوايا البسيطة. كم مرة شفتوا واحد داخل يعدل حاجة لحد من غير ما ياخد منه اذن. عشان هو خايف عليه. بس داخل يعدل عليك. شفتوها كم مرة? هم? لو مسلا داخل يقول له ايه على فكر انت بتعمل التمرين ده غلط. بتعمل التمرين بالشكل فلاني. بتشوفها كم مرة من كشات. كبار. طبع? ها? شفتوها قبل كده ولا لا? ولا انتم بتشوفوا حاجة مختلفة. يمكن انا اللي بشوف الحاجات دي بس. شفوها ولا لا? اتلاقوا واحد داخل على واحد بيعمل حاجة غلط. بيقول له خد بالك انت بتعمل حاجة غلط. بتعمل حاجة غلط ومفروض الصح بتاع واحد اتنين تلاتة اربعة. صح ولا لا? بص. بيقول لك الشخص ده لما ايه او معظم الناس وهي جاي تتعلم حاجة ما بتحبش ان الشخص يوجه لها الكلام بطريقة اللي هو ايه? انا جاي اكلمك انت في الحاجة الفلانية. ما بيحبش كده. هو بيحب الحاجة تبقى دخلة من طريق البرمشة. ان انت واخد تصريح او واخد اذن انك تعمل كده. فبقول لك عايز تبقى خبير عايز تبقى شخص واحد وعايز تقدم معلومات اه كويسة. هتقدمها. بس ازاي? دي سبحان الله. انا كنت بعملها من غير مقرأ ان هي المفروض تبقى اصلا من ضمن اساسيات المدرد. انا مش مدرد بس انا كنت احيانا ممكن انزل لجيما لايه واحد بيعمل حاجة معينة. فاقول هاني. مرة لقيت حد من ضمن الحلقة اللي هو الايام اللي بانزل فيها الجيم كده تخطيف. لقيت واحد بيشرب قهوة جوة الجيم. بيشرب القهوة عشان داخل يتمرن. ايه رأيكم الموضوع ده غلط ولا صح? انه يلينه قبل كده. بيشرب قهوة عشان داخل يتمرن. ده صح ولا ولا غلط? ها? ايه رأيكم? حالو قبل التمرين من ساعة الاربع كده لساعة. احسن حاجة قبل التمرين من ساعة الاربع. طيب. انا عايز دلوقتي اقول له على فكرة احسن معاه تشرب في القهوة قبل التمرين بساعة الاربع. اروح اقول هالو ازاي? اروح اقول هالو ازاي? على فكرة اللي انت بتعمله ده غلط. انا دخلت بكل بساطة قلت له بص انا انا عايز اقول لك حاجة بس انا ما اعرفش ممكن تقبلها مني ولا لا. يعني عندي عندي معلومة كده كنت قرأتها مش عارف ممكن تقبلها مني ولا لا. بس اتقول لي اه طبعا تفضل مش عارف ايه. ابدأ اقول له المعلومة هو كده مرتاح نفسي. انا واخد برمشن. واخد تصريح. لقيت واحد بيعمل حاجة اقول له بص انا انا شفك تطلع بتمرين شوية بس عندي كومنت معرفش انا ممكن اقدمه لك ولا لا. لو ادكت تصريح اتفضل. ما ادكش ما تبقاش شخص رخب. فبيقول لك دايما الناس بتحب الاسئلة بتحب ان انت تاخد برمشن منهم. حاجة كمان. الشخصي مسلا تخيل انت كده بتمرن عميل في منطقة برمشن برضو. التصريح والازن اللي انت تاخدوا منهم. عايز تمرنوا على عايز تمرنوا مسلا على عجل. عايز تمرنوا على مش عارفين. تعارف ان في كزا شكل من اشكال الكارديو صاد. ليه مسلا تقول له روح اتمرن على كزا في حين ان انت ممكن تقول له ايه? اه ايه رأيك? تحب نستخدم انهي وسيلة من وسائل الكارديو نسخن بيها. اه دي حلوة قوي. العامل هيحس بنفسه كده انه فيه اوتانومي او اللي هو اللي بيستخدم نفسه هو اللي بياخد القرار بنفسه. ايه رأيك لما تيجي مسلا بتدخل له نوع تمرين جديد? او تكنيك جديد للتمرين? تقول له ايه رأياتك لو نجرب تكنيك جديد? ايه رأيك لو نجرب تكنيك اه ممتع اكتر? انت كده كده هتعمله له. بس الفكرة كلها العامل حس ان انت ايه? واخد برمشن واخد ازن منه. مش حاسس ان انت بتؤمره. او بتوجه له الكلام بشكل يفرض عليه. طيب. اه اتكلمنا برضو من شوية عن اللي هو قدر الامكان انت بتعمل حاجة كأنك بتعمل مع الشخص. اه بتعمل مع كده وتدله بعض الاسئلة تشيل من عنده بعض التنقضات الشعورية اللي تكلمنا عنها من شوية. وتبدأ تدخله في ايه? تبدأ تدخله كده في احساس جميلة. خدوا بالكم في ناس آآ كتير بيبقى عندها زي ما تقوله كده رفض للذات. او رفض مسلا للحاجة اللي ممكن يوصل لها. يكون الشخص على حالة معينة دلوقتي ومش عارف ان هو في حالة ممكن يوصل لها وحالة احسن ممكن يوصل لها. المفروض تقدر انت توضع حاله. تقدر تقول له على فكرة. او تقدر انت تحفزه. تقول له بص انت ممكن تكون اصدار احسن من نفسك. انت ممكن مسلا انت دلوقتي كزا. لا احنا ممكن نوصل لكزا. دي حاجة كويسة. في ناس غالبا بيبقى عندها رفض للذات. رفض ان هي تفكر اصلا في الحاجات الاحسن دي. مش عايزة توصلها لان حسن هو ممكن يفشل. ممكن يحس او يدخل في اكتئاب لو قاعد يفكر في الموضوع ده. تقول له لا احنا ممكن بدلا ما احنا بنتمرن بشكل عشوائي كده نتمرك بشكل منظم. انت دلوقتي مسلا على الحالة الفلانية احنا ممكن نوصل للحاجة الممتازة للحاجة الفلانية. حاجة جميلة خلص. طيب في حاجة ممكن اسمعها من الشخص اسناء الانترفيو دي. تأكد لي او تحسسني ان الشخص ده ناوي يفضل زي ما هو. مش ناوي يتغير. دي حاجة اسمها هو بيتكلم على اساس ان هو يفضل زي ما هو. وفي حاجة تانية ممكن اسمعها منه او اكلمه فيها. تبايل ان الشخص ده عاوز يعمل عاوز يغير نفسه. دي حاجة اسمها يعني مسلا بيقولك ايه? شخص بيتكلم فيقولك والله انا حياتي زحمة جدا وصعبة جدا وصعب ان انا حط اي وقت برا الشغل بتاعي. تتوقع الشخص ده ناوي على التغيير ولا بيقولك ان هو مش عايز اتمرن. او بيقولك دلوقتي انا واحد مشغول ديبدا وحياتي صعبة ومش مستعد ان انا اعمل اي جدول لنفسي ولا ان انا حط وقت خارج الشغل. ايه رأييه? ده واحد ناوي يثبت على وضعه وانا هيغير. ده اسمه واحد ناوي يستمر زي ما هو. لكن في واحد تاني يقولك ايه? انا والله خايف. لما احط اه او لما اه ما اتمرنش ان انا ما يبقاش جسمي كويس كفاية لما خلف مسلا نالعب مع الاطفال بتواني. عارف هنا وبيقولك ايه? بقولك هو عنده تخوف من الحالة اللي هو فيه. وعاوز يحسنها. عايز يوصل لحاجة احسن. فده بيقولك نوع من انواع اللي اللي انت ممكن تصطاده منه. تقول اه ده شخص ناوي على التغيير. عاوز يتغير عشان في حاجة في حياته مخوفات. عاوز يتغير عشان يقدر يعملها. ده اقدر امسكه وقول له لا تعالى بقى ابدأ ادخل لك بقى وقولك ايه? فويد التمرين ايه تعالى وكزا وكزا وكزا. في حد كان نفسي يبقى هنا النهاردة. مش مهم بقى مش هقول هو مين? حاجة اسمها فاكرين لما قبل كده كنت بنقعد كل شوية في يجي معلومة معينة. بس هم بيقولولنا في الجيم كزا. اقول لكم غلط. والصح واحد واتنين وتلاتة واربعة. وبعد ما نقعد نتجادل عشر ديائق وقال لربع ساعة. نرجع بعد كده ايه? نقول اه الصح كزا. اقول لك حاول قدر الامكان انك ما تدخلش داخلها تعمل مع العميل بتاعك. آآ ما تحاولش قدر الامكان تدفع العميل بتاعك ناحية ان هو يبقى دفاعي. ان هو يحاول يدافع عن نفسه. الصوت بيقطع ولا واضح شباب? الصوت بيقطع? صوت بيقطع? تماما. خلاص? بيقول لك قدر الامكان ما تحطش العميل في حال الدفاع عن النفس. يعني ايه ما تحطش العميل في حال الدفاع عن النفس? يعني ما يكونش العميل مسلا انت بتكلمه بتقوله ايه? هو انت مش عاوز تتغير ليه? عارفين الكلمة دي? انت مش عاوز تتغير ليه? انت كده اثبت حطط له كده القاعدة ان هو مش عاوز يتغير. يبدأ هو بقى يدافع. يدافع عن القاعدة دي. قلت لك اه انا مش عاوز اتغير عشان واحدة انت خلاص تقول له انت مش عاوز يتغير. دافع بقى عن نفسك. لأ انت ممكن تسأله السؤال ده بشكل افضل. تقول له مسلا ايه? هو انت شايف اه ان احنا اه اه او انت شايف انت محتاج تغير ايه? هنا هو بيبدأ يفكر في ايه بقى? انت كده بتحفزه ان هو تغير. لو تقول له انت شايف انت محتاج تغير ايه? هنا يبدأ يفكر. اه فعلا انا محتاج اغير ايه? محتاج اغير وزني. محتاج اغير اسلوب حياتي. محتاج اغير مش كزا. هنا انت طلعت من السؤال اللي ممكن يحطه في حالة دفاعية. للسؤال يقدر يتكلم معك فيه. مسلا بدل ما تقول له اه اه ايه اللي مخليك مفكر ان انت مش معرض مسلا للامراض? او ايه اللي مخليك مفكر ان انت كده مش في حالة خطر. انت كده خلاص اسبت له الموضوع ان هو مفكر ان هو مش في حالة خطر. ابدأ بقى تفضل حضرتك دافع عن نفسك. طب لكن انت ممكن تسأله الموضوع بشكل تاني. ممكن تقول له مسلا ايه? انت شايف او انت مسلا انت مفكر ايه اللي ممكن يحصل لو احنا ما تغيرناش? انت هنا بتعمله ان هو عاوز يتغير. تقول له بص بيعد يفكر بقى اه يعني لو متغيرتش ايه اللي ممكن يحصل? هيبدأ يفكر. طب انت ممكن تقول له ايه? هو انت ليه مش عاوز تعمل كزا? هو بقى يبدأ يدافع عن نفسه. انا مش عاوز اعمل كزا عشان واحدين تلاتة اربعة. لكن انت لأ ممكن تسأله له بشكل احسن. انت شايف? الشيء الفلاني ده ممكن يعمل لك ايه? هنا مش هيدافع عن نفسه. هنا هيبدأ يفكر في فوائد الشيء ده. ولو عنده متخوفات معينة يقول هالك. من الاخر كده بيقول لك ايه? فيه فيه اسئلة. ممكن تحفز ان الشخص ده يقومك ويدافع. وفيه اسئلة تانية. بتفتح الشخص ده. بتفتح نفسه كده. يبدأ يتكلم ويقول لك من الاخر كده هو عاوز يعمل ايه? فيه شوية حاجات كده انت بتبدأ تعرف بالنسبة مسلا للتمرين. اسناء المقابل ان انت بتعملها مع الشخص ده. التمرين. اهميته ايه عند الشخص? يعني انت بتقول له مسلا اه اه لو احنا عملنا التغيير الفلاني ده. ان احنا نتمرن او ان احنا نعمل دايت او اي حاجة. اهميته من واحد لعشرة بالنسبة لك. كام? طب الثقة اللي هو مسلا نحس ان هو لو لو عمل تمرين او عمل دايت. ايه الثقة في نفسه اللي تخليه فعلا قادر ان هو يعمل التغيير ده. برضو من واحد لعشرة. استعداديته قد ايه? انت مستعد بدرجة قد ايه انك تعمل التغيير ده? من واحد لعشرة. جولك لما تاخد الدرجات دي بتعرف العميل اللي اقصادك. بتقدر تقول من الاخر كده هو هيقدر يشترك وفعلا يدخل في التغيير ده بدرجة قد ايه? عشرة من عشرة ده احسن حاجة? واحد من عشرة ولا اي حاجة. اه المرة الالف. اه شوية استراتيجيات عشان خاطر تلتصق او الشخص يلتزم بالبرنامج التدريبي. وبس هنا في معلومة مهمة لازم تحطها في دماء. كن ان الشخص عنده نية قوية ونية مهمة ونية حلوة خالص. ان هو يتمرن. ده مش معنى ان هو لازم يلتزم بالبرنامج التدريبي. ومش لازم يستمر عليه. في ناس ممكن ما تستمرش. في ناس ممكن او ما تبدأ كده البرنامج بعدها بشوية همتها تقل خلاص شكرا انه يسيب الجيم وما يجدكش تاني. فبيقول لك مش معنى ان نيته كويسة او عنده تفكير كويس ان هو يروح. آآ يتمرن ده مش معنى ان هو هيستمر. ليه مشاكل بتبقى لها علاقة بالهدف مشاكل لها علاقة ببرنامج التدريبي مشاكل كتير. هنا احنا شغالين في موضوع البيهيبيار شوية او السلوك شوية عايزين نروح لناحية الهدف. لازم تحط له هدف كويس يخليه منتصق برنامج التدريبي وحاس ان هو بيحققه. ايه الهدف الحلو بقى? الهدف الحلو بيبقى اسمه سمارت جوبي. اللي هو الهدف الزكي. سمارت كل حرف منها كده? بيشيل لحاجة معينة. الاس لها علاقة بكلمة لازم الهدف ده يبقى مخصص لحاجة معينة. الام معناها اقدر رئيسه. الايه اقدر اعمله. حاجة وقعية. مؤقت او محطوط لوقت. او اقدر انجزه فيه وقت معينة. بمعنى اصح. تعالوا مسلا نروح لكلمة مسلا ايه? بيقول لك مسلا هنا ايه? آآ انت لما تيجي تعمل الهدف ده بتحط في دماغك كده اول حاجة اللي هي ان الهدف ده مفروض يكون له حاجة مخصصة ليه. زي ما انا قلت لك من شوية انا عايز اخسر وزن. انا عايز اخس. ده مش سمارت جوبي. مش عاجز ما انا عايز اخس. ايه? عايز تخس سعد ايه? عايز اخس خمسة كيلو. عايز اخس تلاتة كيلو. عايز اخس عشرة كيلو. ده اسمه هدف بقى. كده اقدر اتكلم انت معك هدف. فبقى لك لازم قدر الامكان يبقى الهدف هدف واضح. مسلا مش ده هدف غير واضح. مالوش حاجة كده ان انا موصلها ولا انا حققت الهدف. لكن انت تعمل ايه? فيه بيقول انا عايز اخسر او عايز اخسر مسلا اتنين كيلو او تلاتة كيلو. يبقى ده صح. لازم احط الهدف بتاع هدف محدد. تاني حاجة اقدر ايس الهدف ده? يبقى صادق ارقام كده اقدر ايس من خلالها? اه قصرت الوزن دي اقدر ما يخسر نص كيلو كيلو مش عارف ايه? اقدر اقسها. اقدر اعرف ان انا بحقق في الهدف بتاعي. الهدف ده لازم يبقى اقدر اوصل له في نفس الوقت فيه تحدي مع العميل. والتحدي ده مش معنى ان هو ما يقدرش يوصل له. يعني الهدف من الاخر كده يشكل تحدي للعميل وفي نفس الوقت العميل يكون عنده القدرة ان هو يتحدى التحدي ده ويتغلب عليه. فبيقولك الهدف مينفعش يبقى ايزي اوي. لان العميل كده مش هيبزل مجهود اصلي كده ما تتمرنش. ولا الهدف يبقى اوي. صعب جدا. فالعميل مش هيحس باحباط لو ما عرفش يوصل له. لازم يبقى الهدف ده العميل. بيشكل تحدي للعميل. ولكن الانتحدي العميل يكون قادر ان هو يتغلب عليه. لازم من الاخر كده تحط هدف واقعي العميل يقدر يطبقه في حياة. يعني بقولك على سبيل المسال. مش واقع ابدا انك تروح لواحد عنده شغل. مش شغول دايما بيشتغل عشر ساعات او اكتر في المكتب بتاعه. وتقول له احنا عاوزين نخسر خمسة واربعين كيلو في ستة شهور مسلا. بقولك لأ. انت لازم تبقى الهدف بتاعك واقعي. واقعي مع حياة العميل. والعميل هيقدر يزبط الحياة بتاعته على اساسه او هيقدر يعني آآ يمشي في سبيل الهدف ده. بقولك بقى ما تيجي تحط الهدف لازم تحط له لازم تحط له وقت كده مسلا انت ماشى عليه وتقسم الوقت بتاعك ده كل فترة معينة مسلا هنكون بنحقق كزا. فبقولك لما تعمل كل ما بتوصل للوقت بتاعك وبتشوف ان انت بتنجز الهدف وماشي فعلا على الخط الزمني ده العميل بقولك او الله انا ماشي على الهدف بتاعي وحققه زي الفل بيتحمس اكتر بيفضل ماشي معك اكتر. بقولك بعض الامثلة على واحد يقولك انا عاوز ازيد اتنين كيلو او اتنين كيلو ونص آآ من العضلات خلال خمس شهور. هبدأ من النهاردة. والموضوع ده هيحصل عن طريق ان انا هشيل اوزان آآ اربعة ايام في الاسبوع ساعة كل ساشة. شايفين الهدف واضح خالص. الهدف واضح وبقولك اعمله ازاي? والطايم بتاعه عمل ازاي? كل حاجة واضح. وهكزا. لازم الهدف يبقى واضح خالص بصدر العميل كده وقادر ان انا اقيسه. عشان لما اعرف ان انا وصلت للهدف او ماشي على الطريق الصح اقدر فعلا اقول او انا بحقق الهدف بتاعه. تكلمنا عن كده عن اللي هو الهدف على المدى البعيد قوي. والبروسس جولز اللي هو الاهتاف الصغيرة بقال لي ايه? على اساس يومي او اساس اسبوعي. طيب. آآ بيقول لك خد بالك. لو انت عاوز تساعد العميل بتاعك حاول تسأله برضو دي قلناها من شوية الاسئلة المفتوحة. تخلي العميل قدر الامكان يعبر عن نفسه. ايه اكتر حاجة انت آآ بتفكر فيها من ناحية الصحة من ناحية التمرين. ايه الحاجات اللي ممكن تحفزك? ايه الحاجات اللي ممكن انت بتشتغل عليها مسلا عشان توصل للهدف بتاعك? هل الحاجات دي نجحت ولا لأ? طب لو ما نجحت نجحت ليه? طب لو ما نجحتش ما نجحتش ليه? اسئلة مفتوحة كده تبدأ تسأل بيها مع العميل تبدأ تفتح معه كلام. تخليه يتكلم. تحاول قدر الامكان كلام معادرة. قدر الامكان تحسن من او اللي هو الفعالية النفسية او الثقة بالنفس لدى العميل. قدر الامكان. ده عن طريق طبعا السابورت اللي احنا تكلمنا عليه فوق. الدعم النفسي اللي هو فوق. آآ الهدف اللي هو هيبدأ يحققه. التغذية الرجعية او فيه داك اللي تبدأ تدهاله. عاش كويس. انت بتعمل تقدم حلو. انت بتعمل تكنيك حلو. انت بدأت تكتصم مهارات. انت 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 انت. التخطيط. بيقول لك قدر الامكان لازم يحط تخطيط لنفسه. يترجم او النواية بتاعته لخطط. ويبدأ ينفزها. ولو الخطة دي بدأ يدخل فيها اي معوق. لازم يبقى لها كوبينجبلان او خطة تواكوبية. خطة يقدر يتغلب بها على الحاجة اللي ده خلت تلعب له في الخطة الاصلية بتاعته. يتغلب بها بمعنى اصح. زي ما قلناها من شوية. بيبدأ الشخص يعمل كده ورقة ملاحظة لنفسه. الشخص ده كان بيعمل ايه? ايه الحاجة الحلوة اللي بيعملها وايه الحاجة الوحشة? والحاجة الوحشة اللي بيعملها السببها ايه? يعني يقول لك مسلا الشخص ده ممكن يكتشف من ان هو اما يحط التمرين بتاعه بعد الشغل ما بيتمرنش. اما ينسى ان هو يزبط اللبس بتاعه ما يتمرنش. اه لما هو ما ينامش كويس ما يتمرنش. فبيبدأ يلاقي نوع ضعفه او معوقات اللقصاده من خلال ان هو متابع نفسه كده بدل ده او متابعته لنفسه. فيبدأ يحسن من السلوك بتاعه. يبدأ يعرف الحاجات اللي بتبنعه عن التمرين ايه? فيبدأ يحسنها قدر الامكان. طيب خدوا بالكم هنا برضو بيدلوا بعض الطرق عن طريق اللي هو تزبيط الوقت. طيب ممكن يعمل ايه? بلك ممكن يحاول قدر الامكان يفضي وقت من الجدول بتاعه. الحاجات اللي هي ملهاش لازمة يحاول يشيلها من اه يومه. الوقت اللي بيقضيه على السوشيال ميديا يحاول يقلله. لو مسلا فيه وقت مهم. ده بيعمل فيه حاجة مهمة. وقت تاني بيعمل فيه حاجة مهمة. بدل ما يحط ما بينهم ساعة. طب ده حاجة مهمة وده حاجة مهمة. ويحط ما بينهم ساعة او ساعة ونص. في الساعة او ساعة ونص مش هيدل يروح لجيم. لانه لو راح الجيم يقول لك من وراي حاجة تانية مهمة. فبيقول لك خلاص حاول تقلل الوقت ما بين الحاجتين المهمين. يعني تخلي الحاجة المهمة دي لما تخلص وراها على طول او بوقت قصير الحاجة المهمة التانية. عشان الوقت الكبير اللي ما بينهم اللي بتعرفش تعمل في حاجة ده. لو بقى بعد كل الحاجات المهمة بتاعتك هتقدرت ايه? تدخل مسلا تروح تمرين. فبتبدأ تدي له شوية مفاتيح او شوية طرق يوفر من خلالها بعض الايه? بعض الوقت. في بقى استراتيجيات تانية لتعديل سلوك الشخص اللي قصادك ده. تقدر تدخل فيها من خلال التفكير. يعني الشخص تقول له مسلا ايه? طريقة كلامه مع نفسه تبقى بوزيتف. تبقى طريقة ايجابية. يبدأ يحفز نفسه بالكلام. لا انا اقدر اعمل كزا. لا انا اقدر اخلي كزا. اقدر ازبط التمرين بتاعي. آآ وتبدأ تحاول قدر الامكان تطلع من جواه. يعني هو بيتكلم جواك كده اقول له انت بتتكلم جواك تقول ايه? ايه الحاجات اللي اللي بتحس ان هو كلام ده خليج جواك كده? يقلل من همتك. تحاول تخليه طلع من جاتب توك اللي جواه ده وتحط مكانه حاجة سمитها اللي هو اعكس بقى الكلام ده. لأ احنا عايزين نحول الكلام ده. يعني نحاول نقلل نخلي الكلام اللي هو السلبي ده نحاوله الكلام ايجابي. نحط ليسة جوانا كده من الكلام الايجابي. ونعمل حاجة اسمها الستوبنج تكنيك. انا اتحاول كده اه لو جاله اي فكرة في دماغه ان هو يقول بصوت عالي كده لا انا اقدر لا مش عارف ايه وقف وقفي بقى انت فكرة غلط انت فكرة مش صح انا اقدر اعمل كزا انا اقدر اكسر الحاج ازاي انا اقدر اتصرر. بيقول لك خليه اقولها حتى لو بصوت عالي يتكلم نفسه بصوت عالي بافكار ايجابية. بيقول لك اه من ضمن الامثلة اللي ازاي اللي هو حضرتك يقدر يحول من التفكير السلبي للعميل للتفكير الايجابي ان انت تخلي العميل زي ما قلنا. يطلع لستة كده من التفكير السلبي. وخصوصا لو هي ناحية التمرين. وتحاول تحولها لتفكير ايجابي. تخلي العميل طول ما هو ماشي يبدأ يقول في نفسه انا اقدر اعملها. انا اقدر استمر. انا اقدر التزم بالتمرين. الكلام الايجابي ده كله كتر تكراره. حتى لو العميل بيقوله لنفسه لأ. آآ بيبدأ يحسن كتير من من حالته وبيبدأ يلتزم بي. بيقول لك حاول تفكر العميل بافكار سلبية كانت عنده قبل كده. وهو تغلب عليها دلوقت. قل له فاكل لما كنت بتقول لنفسك مش هتقدر تعمل كزا. قدرت تعمله. فاكل لما كنت شايف نفسك كزا. انت دلوقتي بقيد. كزا. اه انا مش قصير وقزع انا طويل واحد. انا مش اصير وقزع انا طويل. افهم ازاي? فلازم دايما ايه? يعني تخلي العميل يتكلم كتير. آآ في حاجة اسمها الكوجنيتف فيوجن. لما الشخص يبدأ يصدق لكونتنت معين كده او افكار معينة. ويبدأ يحس لأ هي بالنسبة له دي مشكلة. دي شكل بقى تحدي بالنسبة له. فتبدأ يقول نفسه ايه? يعني تبدأ يسأل تسأل مسأل العميل. هو انت لو خليت الفكرة دي او فكرت ان الفكرة دي حقيقية. انت شايف ان ده هيساعدك انك توصل للهدف بتاعك? فجأة يقول لك لا. انا لو فكرت فعلا ان الفكرة السلبية دي حقيقية فعلا ده ممكن يؤثر على وصول للهدف بتاعك. فبتبدأ تدلو شوية تفكير كده او شوية اسئلة يشغل تفكيره عند نفسه عشان يتغلب على الفكرة دي. الخيال. العميل بيبدأ يتخيل حاجات كتير قوي. يبدأ شوفه بقى يقول له تخيل نفسك كده بالشكل فلاني. لما لما توصل للوزنة بتاعك. تخيل طقتك. طقتك هتبقى عاملة ازاي? لما لما تتمرن. اه تخيل انت مسلا لو بتلعب التمرين تخيل نفسك كما تعمل التكنيك بشكل كويس بشكل عامل ازاي? تخيل تخيل التخيلات دي كلها بترفع من الهمة بتاعت العميل. بترفع من التحفيز بتاعه. ترفع من التصاق بالتمرين. طيب. اه حاجة اسمها بتستخدمه عشان تساعد العميل ان هو يحس ان هو ان هو متحفز للتمرين. من الاخر كده انت بتبدأ تحفز عاش. عارفين العاش لما تقول التمرين عاش. اه هو العاش. بتبدأ تحسن بس التمرين كده تخليه تحسن العميل. يدخل في التمرين. آآ قادر الامكان تديله المعرفة الكافية والخبرة الكافية والمهارات الكافية اللي هو يعمل بيها التمرين. شايفين? آآ كلام كتير ورغي كتير وحاجات كتير كده يعني لزيزة. اخر حاجة خالص. احنا قلنا الانطباع الاول فوق. الانطباع الاول مهم في طريقة الكلام ومش عارفين الانطباع الاول مهم برضو في الانشيال سيشن. ما كانوش تلطمين جنيفة عشان. في السيشن الاولانية بصوا حطين لها ايه? حطين لها الدرس الواحد. اللي هو ايه? السيشن البدائية اللي هتبدأ بيه. عارف السيشن عارف الدرس ده كله قائم اساسه على ايه? ان انت هتعمل له توضح الهدف بتاعه عامل ازاي? وفي نفس الوقت هتبدأ قادر الامكان تكلمه عن المعاوقات الصحية او الاهتمامات الصحية اللي لايه علاقة بالتمرين ولايه علاقة بالشغل اللي انتو هتشتغلوه. هتقول له انت لما تتمره ان هتبقى حلو وكزا وهيحصل كزا وهيحصل كزا وهيخلف جسمك كزا. الجول بتاعنا لازم نوصل لنا لجول فلاني ما ينفعش يبقى جول عايم كده لازم نحط لنا جول واضح ونمشي عليه. ولازم تعمل له كويس ولازم تحسسه ان انت قادر الامكان بتسأله عن التجارب السابقة للتمرين بتاعه انت كنت بتتمرن قبل كده ازاي? مش عارف هي الحاجات اللي وضحناها في الاساسمنت. وان انت تعمل له مناسب له كويس خالص بعد ما تعمل له اساسمنت ده هو بيقول لك عشان تعمل ده عشان تعمل البروجرام بشكل النهائي. بترشح لك ان انت تعمل اللي احنا هنأشتاهم في شابط راعات حداشر واتناشر. شايفين? لا الاساسمنت ده هيبقى مهمة قوي هيوصلك دي بالنسبة له هتبقى حاجة كده واو. الكوتش ده انا مفيش حد عملي كده قبل كده. مفيش حد اهتم بيه بالشكل ده قبل كده. تساعد العميل قدر الامكان ان هو يعمل التمرين. يدخل معاك وفي نهاية في نهاية اللقاء الاول بينك وبين العميل لازم انت كفيتنس تتكلم عن مجموعة من الموضوع. هل انت جاهز ان انت تدخل للتمرين يا عام العميل? هل حضرتك اه يعني فيه اي معلومات تانية عايز تعرفها غير اللي احنا نقشناها في الاولينية دي? اه هل انت شايف ان انت ممكن تعمل بنفسك? تعمل التمرين تانية بنفسك? هل انت عندك اي اسئلة من اي نوع تانية حابب تقولها? ما لدي كلها لازم برضو تكلموا فيها بعد ما تخلص. يلا بقى اللامحة التدريبية في الموضوع ده كله. في مع الفق العميل. انت لازم تحط تشيكليست في دماغك. تتكلم عن تتكلم عن اي حاجة تتعلق بالصحة. تكلمنا فيها في لازم توضح الهدف بتاعك ايه? عشان لما تجي تحط البرنامج التدريبي بقى الموضوع واضح. وهو كمان يحس بالتقدم. كلمنا فيها برضو في الاسسمنت ان انا قتلك اسأل في الاتش اتش كيو اسأل عن او كان بيتمرن ايه? وصل لاني شدة? وصل لاني خبرة? حاجات دي كلها. اعمل محترم. انتو كنتوا دايما بتشتكو منه. خلصنا. خلصنا الشابتر. وخلصنا الكورس. وخلصنا كتاب ناسم. واتمنى اتمنى اتمنى ان يكون ربنا سبحانه وتعالى اه وفقني قدر الامكان ان انا حاول اسهلكم المنهج بتاع ناسم. لو في اي حاجة في الكورس من اول والاخر صعب عليكم? شايفين هي كانت كده اين كانت ولبس. اه اتخيالي دي اخر محاضرة. اتفاجئت ان الكورس خلص? هخلصنا الكتاب من اول شابتر لاخر شابتر. خلصنا كل شابتر. شابتر.